اهلا وسهلا بكل مشاهدي اون تايم سبورت في كل مكان وحلقة جديدة من ملعب اون تايم خلونا في البداية اشكر كل الناس اللي بتتابع معنا بقالها فترات كبيرة جدا 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 واللي بينتقدني قبل اللي بيشكرني ودائما الحقيقة بقول كده ويعني ساعات كتيرة جدا بسمع كل الناس وبرى لكل الناس وساعات بطلع اشكر الناس بالاسم الناس مش عارفة انت بتشكر مين او بتنتقر مين وساعات بسمع انتقادات في غاية الاحترام النهاردة الحقيقة كومنت كبير كده على الفيسبوك حده بعطفولي لحده انا اعرفه كويس اسمه ياسر يوسف اكني له كل احترام الحقيقة وبعتلي قال لي شرح لي موضوع كده وقال لي وجب لي اعتذار فيش مشكلة حقك علي ولا يهمك الحاجات دي انتو مش متخلينة بس تفيد منها ازاي يعني الحاجات اللي فيها انتقاد اللي هو خلي بالك وتشرح لك وبتاع تقرأ بشكل كبير جدا وتتعلم وتشوف اخطائك على فكرة حدش ما بيغلطش انا في شغلتنا دي بنغلط كل يوم نصيب ونخطئ كل يوم وكل واحد بيجتهد على مقدار اقتهاده كل واحد بيحاول محدش بيعايز يقع حتى النهاردة اللي بيقع في مطاب حتى اللي بيطلع يقول معلومة غلط مفيش حد قاصد يطلع يقول معلومة غلط هو ممكن تقول معلومة جاي لك من مصدر غيرك جاي له معلومة مظبوطة قال كلها في الاخر توفيق ربنا يعني كلها اجتهدات بواجه كل الشكر وكل التحية لكل مشاهديننا للفترة اللي فاتت الحقيقة الفترة اللي فاتت نسبة مشاهدة بفضل الله في ملعب اون تاين نسبة مشاهدة كبيرة جدا في ظروف كانت صعبة جدا مبارح كان عندنا احمد ياسر اللاعب النادي المصري قلب بورسعين مبارح والمفاجأة بالنسبة لنا ان هو كان ترند على تويتر حاجة الحقيقة يعني كانت فخر لنا بشكل كبير جدا او حاجة اسعدتني جدا وكان معايا طبعا نجم الاتحاد السكندري خالد امر وعمل تصريحات مبارح نارية فكمية رد الفعل مبارح على احمد ياسر وعلى خالد امر كان بالنسبة لي مفاجأة كبيرة كل الناس مبارح بتتكلم على تصريحات خالد امر ومضاول النادي الاهلي والتصريحات اللي قالها وبواجه كل الشكر وكل التحية لخالد وطبعا احمد ياسر وتصريحاته على فكرة ناس كتير مبارح تكلمت على احمد ياسر وناس كتير كلمتني مبور سعيد كابتن اطلع فاصل وهديه كابتن هديه وحد يكلمني الحمد للان هو كان معاك لان كان ممكن يروح التانية ويسخن على فكرة ولا طيب جدا ومحترم جدا وفي جزء كبير من كلامه بيقوله باللي هو عايشه احنا بس الكلام بناخده الاول ونتخد لو نقعد نفكر فيه كده هنلاقي فيه كلام كتير الحقيقة صح النهاردة بنفرد بحلقة خاصة جدا هكون معاكوا في انتر سريع ثم بعد كده حلقة خاصة اول ظهور الاستاذ عمر الجنيني رئيس اتحاد الكرة المصري رئيس اللجنة الخماسية اللي بوجهه كل الشكر وكل التحية مش بس عشان اختصنا الحقيقة ان هو يكون معانا في اول ظهور لا بس علشان كم الترحيب وكم الاستقبال انا الحلقة كانت داخل اتحاد الكرة المصري يعني في البيت الشرعي للكرة المصرية الاستقبال الحقيقة اللي استقبلناه هناك وحسن الاستقبال وتعملت مع راج الحية في قمة الطيبة والاخلاقيات العالية جدا ده ما قبل الحلقة اثناء الحلقة حد بيرد عليك بلا تفكير يعني دايما اما بعمل حلقات بتبقى فيه اجابات احيانا دبلوماسية ولكن انا تلاتم الحلقة بحاجة مهمة جدا اما تقعد على كرسي وانت مش مكمل فيه اما تيجي تقعد على كرسي لهدف معين لمشن معينة اما تقعد على كرسي وانت مش هدفك بعد كده ان انا هعمل حاجة عشان اخش لداخل الانتخابات ولا عايز ولا عايز اكمل في كرسي ولا عايز خالص فكل الاجابات نارية عمر الجنيني النهاردة كل الاجابات نارية مش نارية ان هي فيها خبط في علي وخبط في محل لا 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 خالص نارية يعني واضحة صريحة ابيض واسود اسود ابيض واسود اسود ابيض اسود اسود كنت متردد في بعض الملفات وباسألها على استحيق واضح لا هنا انا عملت وهنا هعين وهنا انا ما يهمنيش مش فارق معايا انا اتفاجئت من الاستاذ عمر الجنيني في تصريحات نارية فحاجات هو بيقولها هو بيقول انا جيت عملت الموقف ده اخدوه انا بعمل كذا انا بسمع يعني بيتعاد عاد اقول له انا مكنش هسأله ده انا مكنش رايح للمنطقة دي مش فارقة قال لنا انا انا مش فارقة معايا انا اموري واضحة الراجل ده عمل مشهد كان بالنسبة لي مشهد كان غريب جدا مش عايز يعني اخد حاجات من الحلقة ولكن في ملخص القصة لان انتو هتسمعوا اللي انا هقوله ده برضو في الحلقة وانا دي اول حاجة ابتدت بيها وكان نقطة مهمة بس مش عايز يعني ايه احرقها يعني في الاخر الحقيقة انا بوجه له كل شكر اتشرفت ان انا اجري مع الحوار ده وسعدت به جدا جدا شخصية متواضعة جدا شخصية يعني جاي يعمل حاجة وماشي مع مجموعة الحقيقة اكثر من رائعة ما تعملتش مع حد معهم غير كان على اخلاقيات عالية دكتورة صحر عبدالحق الدكتور جمال محمد علي عبدالله وفضلهم اساسا متربين معانا فدول القصة مختلفة لكن انا اتعملت الحياة مع دكتور جمال زمان اتعملت مع دكتور صحر قريبا دكتور صحر عبدالحق شخصية رائعة انا الحياة دايما شاتي مجروحة في عمر عبدالحق يعني دايما بحس انه شخصية رأي واحد اتجاه واحد دايما محارب دايما على وجهة نظر دخل خنات كتير وكان على حق في اوقات كتيرة جدا 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 ولكن صحر عبدالحق الحياة اتعملت مجود كبير في ملفات كثيرة جدا 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 ان شاء الله بإذن الله تشوفوا النهاردة حلقة خاصة جدا لان احنا مكملين سلسلة حلقات مختلفة احنا بنحب دايما نروح للمصدر يعني بحب دايما نجيب الحاجة من مصدر بحب دايما ابعد شواء عن الاكتهادات بحب دايما ان انا اكون معاكم بالحقيقة وان ملعب معايا انا وكابتن احمد شوبر يكون مختلف ويكون في منطقة تانية هو ده يعني هدفنا بمنتهى الصراحة بكرة طبعا حلقة تانية مفاجأة كبيرة جدا اول ظهور للكابتن حسام حسن من سنين كثيرة جدا في تصريحات نارية معايا وبتشرف ان يكون يعني نكون مع الكابتن احمد شوبر بكرة هتشوفوا حلقة بكرة وبعده بكرة هيكون معايا وبعده مع الكابتن احمد شوبر حلقة عملتها انا وكابت شوبر على يومين هتشوفوا بكرة حاجة تصريحات حلقة ما شفتهاش قبل كده للكابتن حسام حسن اللي اتشرفت الحقيقة ان انا يعني اكون موجود معاه انا دايما حسام ابراهيم بالنسبة لي برضو حاجة كبيرة جدا 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 نروح عبر سكايب مع عمر شاهيم مدير ادارة التسويق بالاتحاد الافريكي لكرة القدم سابقا ونشوف ازاي شايف تأجيل مباريات نصف نهائي دوري ابطال افريكيا ولكم فدرالية صوص عمري مساء الخير اه مساء النور اه لكابتن سيف اخبارك ايه وحشني جدا الله يخليك انت اكتر عمل ايه كله تمام الحمد لله كله بخير تمام شايف ازاي تسويقيا التأجيل بتاع الكون فدرالية التأجيل بتاع الطول الافريكية وشايف البطولة اه الافريكية القادمة في الكاميرون اه مصيرها ايه ولا لسه الامور مش واضحة اه بسم الله الرحمن يعني اولا اتمنى تكون بخير دايما والسادة مشاهدين دايما يكونوا بخير ان شاء الله ربنا اخليك الله ربنا اعدي الامة دي على خير يا رب ان شاء الله ونرجع لحياتنا يعني كما كانت على طبعتها طبعا الشوف والسؤال طعب جدا يعني الناس اللي في المسئولية اي حد في المسئولية في اي مكان ربنا يكون فعونه في الوقت دا اه ان الخسائر البيزنس كله دلوقتي هو يعني للايسة في الكورة ما بقتش اولوية في الوقت دا الكورة او الرياضة في الاخر في التوئيد اللي احنا فيه دا ما هواش اولوية على الاجندة الاولويات هي انقاذ اروح الناس فحتي الناس اللي تشتغل في مجال الكورة بتحاول تبتهد لكن المشكلة ان انت ما عندكش اي رؤية الايه اللي جاية لان الناس اللي بتسدير الدفة نفسها مش عارس احنا راحين على فين او امتى المواعيد او انا وانا بتكلم معاك احنا اللي عارسين الموضوع دا هينتهي امتى او مش هينتهي او هتكون تبعياته ايه موضوع صعب جدا صراحة اه لكن الناس بتحاول تكتاهت طبعا الظروف صعبة جدا الظروف صعبة جدا في الدكترة عندك بتكلموا في خسار وصلت لحوالي مليار دولار مليار السرليني للدول الانجليزي بس دا لو ما تكاملوش المسابقة السنائية النهار ده يمكن كان فيه التقاء ومعاملين لاجنة زي تاسك فورس كنت بتكلم معهم يمكن مبارح تحديدا بدأوا يفكروا افكار لو انا قلتها لك او تكلمنا فيها كنت تقول ده مستحيل يكون الكرة في انجلترا اللي هي اعظم مسابقة واعظم قيمة تسلقية لأي لعبة سواء كرة قدم او غيره دوري الجديد الراجل بتكلم انه عايز يلعب سمس ماتشاط على وينبلي واربع يعني يبدأ ماتشاط الساعة 12 الضفر يخلص اخر ماتش الساعة 8 بالليل بدون جمعور عشان بس المسابقة تخلص يعني انت كينك اتحاول الدوري الانجليزي ولا الدورة رمضانية ده المجرد انه هو يلحق يعني الراجل لما قالت انا ما حاولتش استوعب يعني كنت بحاول افهم اوهولي مش مصدق الافكار اللي بدأوا يوصلوا لها على امل ان الموضوع يكمل لكن بتجيك مثلا عندك مشكلة كبيرة جدا بلجيكا اول دولة من الدوليات ما انا باش يقولني بلجيكا من الدولات الكبيرة هي برا الخمسة الكبار طبعا لكن يعتبر من الدولات المهمة في اوروبا يعني فبلجيكا اول دولة على انت رسميا خلاص انها الغت المسابقة فالاتحاد الاوروبي طبعا ضايق جدا وعملهم زي عندهم بكرة يبعدهم جلسة الاستماعي عندهم واحد من الصدف يعني الجلسة دي هيشوف وجهة نظرهم ان هما الغوا المسابقة فبيتكلموا في حتة ان هما شايفين ان خلاص يعني مفيش امل الناس بتتكلم انه ممكن يبقى فيه فاكسين مش قبل سنة حتى لو رجعت الكرة يعني بالمنظور اللي بنتكلم به من المستحيل ان انت ترجع الجمهور للملعب لان ده مش هيحصل غير لو افتراضيا ان انت طعمت الناس كلها طعمت الكوكب كله يعني طعمت اكتر من سبع مليار نسمة فالصورة صعبة يعني طبعا نطمع في رحمة ربنا هو قادر على تغيير المشهد كله فلكن احنا راحين على فين دي صعبة جدا فافريقيا الوضع بقى اكتر تعقيدا لما بتتكلم في اوروبا عندك ارقام وعندك رؤية وعندك الناس بتفكر فيه لكن فافريقيا الموضوع انت عارفت ارتجالي شوية يعني الامور صعبة شوية الامور مش واضحة لان كمان يعني شفت اخر حاجة وما بتتكلموا ان احنا بندور على دور الدولة تكون افريقية لسه ما يكونش فيها اصابات كتير فنحاول نكمل المسابقة فيها زي مسابقة الاندية انت متقول كلام زي ده لازم الاول تتكلم الاهلي والزمالك والوداد والرجاء الاندية اللي هي المعنية وتعرف ان الاندية دي اصلا ما بتتمرنش فانت مستحيل تيجي تقول لهم بكرة تعالوا لعبوا لعبوا السمي فاينال مثلا او المباراة اللي باقي للبطولة في بلد افريقيا ده ثانيا ان انت اصلا عشان تخدهم وتصفرهم ده موضوع صعب جدا في بلاد اصلا افلح دودها فلازم تكون منطقي يعني لازم تكون بتدرس زي المشهد اللي حاصل في اوروبا انت حال الاندية يقول لك جاي بجلسة الاستماع واللي هيشهد في جلسة الاستماع يعني اللي هيسمعوله بتوعه كرة خبير فيروسات لا راجل بتاع كرة لا راجل بتاع تسويق ولا راجل بتاع مسابقات المشهد بيحكم ان هو ده الراجل اللي هيكون لي السيء او الكلمة الاخيرة في الموضوع فا في افريقيا الوضع هيبقى اصعب لان في افريقيا انت كمان ما عندكش رؤية اذا كنت من هاردة انت عارف في اوروبا الاصابات كان والاصابات بالاوروبا نفسها بتقولني ده بالتقريب لان احنا ما بنقدرش نعمل تسة او ما بنقدرش نعمل تحليل للناس كلها ودي يمكن ازمة العالم كله ان انت اصبت بتلاق انت ما كنتش جاهز له وما كنتش متخيله حاجة ما حطلتش من اكتر من ميس سنة اه احنا كنا نسمع الانفلوانزة الاسبانية درسناها تريعا في التاريخ معرفناش تفاصيلها النهاردة الناس عملة تشوف ايه القصة دي والناس اللي راحب بحيط الموضوع ده اديه يعني كناش متخيلين انه ممكن حياتنا تتغير بالطريقة دي فالكورة النهاردة للأسف لان الكورة على قد ما هي اصنعها لكن للأسف هي جزء يجيب منها تعتبر انترتيمنت او ترفيه فما هياش اولوية في الوقت الحالي وفي نفس الوقت لازم تكون حاذر جدا وانت بتخلطط لها انا طبعا ما اعتقدش ان افلاقيا وضعها كويس قوي اه هو ليها جانبين الحقيقة يعني ليها جانب ان انت اه اعتقد بالنسبة لبطوات الانديال الافلاقية الوضع صعب جدا استنادي صعب جدا يعني لبولك اذا يعني ما حصلتش او جيه يعني رحمة من ربنا وحصلت معجزة يعني كمان مع اليام اللي جاية افلاقيا كلها بتصاب حاليا الاول كان فيه تفكير في الاول زي ما قالونا في الاول اصلي مش عارف الكبار بس اللي بيصابه وبعدين طلع الكلام ده مش حقيقي اه فيه شباب كمان بيصاب بالمرض وفيه وفيات كمان في معدل اعمار 30 سنة يعني الموضوع صعب جدا اه نفس الكلام افريقيا كان بقوله صعب وما بتصابش دلوقتي المرض بينتشر في افريقيا الكارسة اللي عندك في افريقيا اذا كنا احنا الحمد لله يعني في مطر بنتابع شوية وفيه مجهودات كبيرة بتبذل في دول افريقيا يعني امكاناتها الصحية ضعيفة جدا انت ما تعرفش حقيقة المرض انتشاره قديه مفيش حد يعني بعيد عن الموضوع ده فمخاطرة كبيرة جدا ان انت تكمل مصابة ابطال افريقيا او الكونفدرالية في اي مكان المقطة الثانية ان العالم كله دلوقتي بدأ يرمي لان انت لازم تشتغل بالطريقة او باخرى لازم تشتغل فالعالم كله بدأ يرمي دلوقتي ان هو او يعني نافذة الامل هي عشرين واحد وعشرين او صيف سنة عشرين واحد وعشرين تحديدا انت نقلت كاس امم افريقيا او ده يعني الجزء الثاني من سؤالك نقلته على هناك كاس امم اوروبا عقوا نقلت كوبا امريكا نقلت الولمبياد ونقلت الولمبياد وده حدث اصحا حدث رياضي نظريا لانه بيجمع كل الرياضات ما هوش اعلى قيمة السوقية لكن هو الاعلى من كل الرياضات واعتقد ان كانت هم افريقيا يمكن هم لسه متحركوش لكن هم غزبا عنهم يناير ده نساء يعني يناير اللي جاي ده ده اي منظور مستحيل بمنظور المسابقات بمنظور التايمينج ده انا قلت يا عمرة جيبك احتمال اي لمبه اتنور ما ان شاء الله اتنور انت طبيت كل اللي هو ما اتنور لا 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 ان شاء الله اتنور الامل في ربنا جيب بس ناخد بالاسباب يعني الامل في ربنا جيب طبعا يعني رحمته في اي وقت هتنذر علينا ان شاء الله وكل حاجة هتبقى احسن من مكانك كمان بس لازم برضو ناخد بالاسباب فالاسباب اللي عندنا الارقام مش لطيفة انا مش عادي قولك الراجل بتجي كده بيقول ليه ان ده حاجة تقيقة جدا فانا مش هشركك فيها او مش هنتكلم فيه لكن اللي انت بتتكلم فيه اللي انت عارفه دلوقتي ان حتى لو قدرت ترجع بالكورة في مدة سيارة نفترض ان ده حصل يعني ومدة القصيرة دي احنا بنتكلم فيها في كذا شهر قبلك من نوع تانية انت برضو عارفك اتنسيف خبير في شؤون الكورة انت من مترجع ان اقارد اللعيبة انت محتاج على اقل شهر عشان تعد اللاعبين انهم يخشوا اصلا في المسابقات يعني تعدهم يعني تخش تجاهدهم بدنيا وتجاهدهم فنيا ومش مفهود انه هيلعوك اعلى مستوى يعني بعد شهر هتكيب تلعب الاهلي بعد الرجاء سمي طاين الافراف لا يعني شهر ده ان انت تبدأ تجاهده وخشك ومسابقات ربنا ربنا يعمل يفي الخير يا رب ان شاء الله ربنا يعمل يفي الخير وربنا يفكه بس انا بتهيال ان الحزر ده جيف مصلحتك انت بالذات انا بالذات اه يعني انا عارف ان انت سيستيمك تسعى بالليل عشرة اتنام خمسة سبسة تسحى كده يعني انت عندك المعلومات كلها فأنا ا leuke اه يعني انا مش طب فيه لسه جاري الصبح والله خلاص وقف ده هو ده الحجة الوحيدة اللي مكخليانا معافكة يعني ولجاب يحوب يعني جوى الكمباوند كده مقبول كان الاول حوالين النادي دلوقتي بقى في الكمباوند اه بيريت daqui Autic!يريت النادي وفينادي دلوقتي لا كان في المهندسين زمان دلوقتي بقى في الكمباوند اه 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 دلوقتي بقى في كمباوند بالفعال! فعلا دعائي يعني وبعدين دي حاجة تانية يعني برضو شوف النهاردة انت بتتكلم في حاجات انت فتحت نقطة انت ما انت شعرت انت هتروح على فين حتى في علاقات ناحنا المباشرة دي ما عليها علاقة للرياض احنا النهاردة مشتركين في احدى القنوات اللي بتدي مثلا كل المسابقات الرياضية طيب القناة دي وقف بس في المسابقات الرياضية لقى عندها مشكلة كبيرة جدا انها لازم لإما هترجع جزء من الفلوس للناس المشتركين وفي نفس الوقت مش هتدفع اكيد للناس اللي هي مفروضة حصل منهم الفلوس ده حصل فعلا في الدلترة يعني نهاردة في الدلترة سكايز فوز خلاص وقفت في اشتراكات بتاعة الدولة الانجليزي وما حدش بيدفع طبعا اشتراكات لانه مفيش سيربس الموضوع هياخد وقت هياخد وقت يعني بفتحنا ان شاء الله يعني ربنا ممكن يفرجها في اي لحظة يا رب ربنا لكن يتقصدوا انه هناخد وقت يعني عشان نخش مش هنضحف صبح نلاقي كيه ماتش وملعب مفتوح وبنور بيحضر يعني من تمسكين ان شاء الله بإذن الله بالأمل بشكرك عمر انك موجود معايا ومن ناس دائما اللي بتشرف بوجودها وكادر كبير طبعا وصاحب فكر وبتشرف دائما بوجودك معايا وبشكرك شكرا لك شكرا جزيلا عمر شهين واحد الحياة من الناس اللي اليوم رؤية كبيرة جدا في مجال التسويق وانا يعني الحياة يعني سمعت عنه كتير بس شفته في مواقف كتيرة جدا يعني كادر مصر الحياة رائعة اتمنى له كل التوفيق ان شاء الله في الجاي كابتن عمر مرعي المدرب العام كابتن عصام مرعي المدرب العام لا نادي الزمالك سابقا على الهواء مباشرة كابتن عصام مساء الخير مساء الخير يا كابتن سيف أهلا بيك يا كابتن سيف وحشنا يا كابتن ازاي حضرتك انت وحشني كتير جدا وكل سنة وانت طيب وسعيد بلقاء معاك طبعا ده احنا اللي بتشرف وجود حضرتك دايما ويا رب كده ربنا يخليك يا رب وان شاء الله يا رب كده اتعد الايام دي على خير وان شاء الله ترجع تاني الدنيا تمشي وتشتغل والنشاط يرجع تاني والحياة ترجع تاني لكن انا مش عايزين نخلي الصورة قاتمة شوية انا لسه سامع برضو اخبار يعني لسه انت بتتكلم مع مع كابتن عمر شهين وكده فبيكلمك بيقولك الدنيا مش حلوة ومش هتيجي بين يوم وليلة وانا لسه سامع من شوية برضو حد مدير مستشفى الحميات برضو خليلي الصورة شوية قاتمة شوية قلقني شوية لكن املنا في ربنا كبير جدا ان شاء الله في اني ان شاء الله ان الدنيا يتسلم وتعدي بالتزامنا اللي احنا ماشيين بيدوت اكتر واكتر لان احنا محتاجين اكتر لان احنا نلتزم اكتر اوى يا كابتن سيف فترة اللي جاية ديت كلنا بنتمنى من جوانا امنيات كبيرة جدا النشاط يرجع والدنيا ترجع والحياة ترجع لكن الاهم من كل دوت هو سلامة الناس ان احنا نحافظ على نفسينا ونلتزم بشكل كويس جدا 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 عشان الدنيا ترجع باذن الله تبقى كويسة باذن الله ونحافظ على الكم اللي موجود دوت اذا كان فيه اصابات الاصابات دي تشفى وان شاء الله الدنيا ترجع تبقى افضل باذن الله يا رب ان شاء الله باذن الله ومتمسكين برحمة ربنا وان شاء الله باذن الله حنعدي يعني عندي امل ان شاء الله الدنيا تبقى بخير امين يا رب اروح مع حضرك على ملف نادي الزمالك في عز الازمات الاهلي شغال بشكل جيد في صفقاته في حكته والزمالك ايضا بيحتفظ بقوامه الاساسي وبيجدد للعبته شايف حضرك مشهد الزمالك ازاي شايف المشهد نفسه اخيرا طبعا في ان القوام بالنسبة لعبة نادي الزمالك يعني فيه استقرار كويس جدا جدا على المستوى طبعا الاداري احنا بنخص دروقتي المستوى النواحي الادارية بعيد عن النواحي الفنية لانه دروقتي والنشاط متوقف بشكل كبير جدا لكن القوام نفسه بالنسبة لفريد نادي الزمالك بعد طبعا الفترة السابقة طبعا قبل المشكلة او الفيروس كورونا دوت الزمالك كان ماشي في يمكن الحاجة الكويسة اوي في 2020 ده تكابتن سيف هو ان الزمالك حقق بطلتين ولا اروع طبعا بالنسبة للسوبر الافريقي مع نادي الترجي التونسي وعمل واحدة من اروع مبارياته وبعد كده السوبر المحلي مع النادي الاهلي طبعا وكسب بضربات الجزاء وكان ماشي برضو بخطة سابتة في البطولة الافريقية فشايف ان الزمالك كان ماشي بشكل جيد جدا على النحية التانية برضو النادي الاهلي ماشي في البطولة الافريقية برضو بشكل جيد جدا وماشي برضو بشكل كويس لكن بخص الزمالك بالنسبة اللي عبتوا انه لابد طبعا الادارة قدرة بالموضوع دوت ان انا شايفي في تباعة مشكلة محمود علاء اللي هي بالنسبة لموضوع التجديد طبعا انا بتمنى واعتقد ان المستشار ومجلس الادارة عارفين كل ظهرة كبيرة بالنسبة لعقود اللاعبين والناس اللي ليها سنوات قادمة او الناس اللي محتاجة انها تجدد او اللي عادها انت محمود علاء جدد حتى اربعة وعشرين يا كبتن حصلت مشكلة اه ما هو كان الكلام ان كانت حصلت يعني مشكلة كده ان محمود لسه مجددش وان محمود لسه الامور لكن انت دلوقتي بيتقول ليه طبعا الخبر يا كبتن سيف ان هو جدد لاربعة وعشرين وده شيء بيسعدني جدا ان احنا بنحافظ على واحد من اهم اللاعبين اللي موجودين في نادي الزمالك وهو محمود علاء كمدافع نادي الزمالك ان انت بتحافظ عليه وبتجدده وبتعمل استقرار للفريق بشكل جيد في السنوات القادمة فدي حاجة تحسب لمجلس ادارة نادي الزمالك ان هو بادر سريعا قبل ما تتفاقم من المشكلة بالنسبة لأي لعب بالنسبة لموضوع التجديد بالنسبة لمحمود علاء شايف يا كابتن يعني في تجديد لمحمود على طرق حامد في وجود حراس المرمى في اربع حراس في الجانب اليمين حزم امام دلوقتي موجود في الجانب الشمال عبدالشافي ومعه مجموع شايف ان ايه الاماكن اللي ممكن يكون نادي الزمالك في احتياج ليها الفترة اللي جاي مفيش كلام انا ابوس يا كابتن سيف في حراس المرمى انا مطمئن جدا في حراس المرمى وكنت سعيد جدا بحراس المرمى الفترة الاخيرة دي قبل كده كنا تابعنا بالنسبة لجنش قدي كان متقلق في السنوات السابقة وفي الموسم اللي فات كان واحد من اسباب فوز نادي الزمالك في الكنفدرالية والبطولة الافريقية عمل واحدة ولا اروع في البطولة الافريقية جنش وقبل كده في السنوات السابقة كان جنش من العميدة الاساسية اللي كان فعلا كان بيتقلق وبيعمل مباريات قوية جدا خلينا اقولك ان بعد كده جي اشتغل بعد كده ابو جبل ابو جبل في الفترة الاخيرة دي هتا كابتن سيف عامل مباريات قوية جدا انا بحس ان اكتشاف يعني ابو جبل الخبرة الكبيرة دي المغزونة اللي كان جوها ابو جبل كان مركز جدا انه حط رجليه في الملعب ومسك في الفرصة بشكل قوي جدا وتقلق جدا كان واحد من اسباب فوز نادي الزمالك في السوبر الافريقي وطبعا في ضربات الجزاء مع النادي الاهلي في السوبر المحلي وماشي في كل المباريات بتقلق كبير جدا فانا مطمئن جدا عواد برضو يمكن حصل شوية ضرب شوية لكن ده ما يمنعش ان هو واحد من الخراس المرمى الجايدين جدا الممتازين جدا فانا مش قلقنين من الجزئة دي تماما هي المشكلة اللي حصلة طبعا لما النقاز مشي يبقى انا اصبح هنا في المركز الباكرايد الزمالك محتاج ظهير ايمن ضروري يعني في المكان ده وانا متابع ان مجلس دارة الزمالك بصدد ان اتفاق مع عمر جابر ان هو يبقى موجود في مركز الباكرايد يرجع تاني وعمر جابر واحد من ابناء نادي الزمالك واحد من اللعبين المميزين جدا يبقى ما هو هو حازم ام لو جيه بل خلاص المركز دو تقدر نادي الزمالك ان هو يبقى عنده الاساسي والبديل ما فيهاش مشكلة تماما نص الملعب انا بكلم على نص الملعب نادي الزمالك مش هيعد سنوات كتيرة طويلة يعتمد على طارق حامد وعلى فرجان اساسي يعني بعض المباريات لما كان بيغيب طارق او بيغيب فرجان اساسي كان بيتأثر اوي وسط ملعب نادي الزمالك بشكل كبير جدا الزمالك محتاج في هذا المركز وسط مدافع قوي جدا سوبر جدا لازم يكون متواجد في هذا المكان اعتقد ان الزمالك عنده اعراض اعراض للاندية بصدد اعتقد ان كارترون بيدرس ما بين روئة اللي هو كان موجود قبل كده اللي هو موجود في المقولين العرب ومعروف يوسف واحد من اللي تاني انه يرجع تاني يبقى موجود في وسط ملعب الزمالك مع فرجان اساسي ومع طارق حامد المراكز اللي تحت الفرود انا مطمئن لها جدا لان فيها لعيبة على فكرة على مستوى عالي جدا ومهاريين بشكل كبير جدا وبيقدوا بشكل جايد جدا فانا مطمئن لها بشكل كبير مركز راسل حربة هنا مركز راسل حربة الزمالك برضو محتاج مهاجم بشكل قوي جدا يبقى اصبح الزمالك محتاج لتلات اماكن مهمين جدا اللي هو الباكرايت ووسط المدافع ومركز المهاجم طب سيناريو حراست المرمى اخيرا انا اسف على الاطالة من وجهة نظر حضرتك فيه اربع حراس مرمى فيه سيناريو ان صبحي يطلع اعارة او يتباع وفيه سيناريو ان عواد يطلع اعارة او يتباع وصبحي هو اللي يبقى رقم تلاتة وجهة نظر هك في الحتة دي في الجزئية ديت في الجزئية ديت انت بتتكلم خلاص انت استقريت على جنش وعلى ابو جبل يعني خلاص دول اتنين الكلام دلوقتي حيبقى في عواد والكلام حيبقى في صبحي يعني انت بتتكلم على ان صبحي دلوقتي لسه قدامه ووقت في المنتخب القلومبي عامل مباريات جيدة جدا وماشي بشكل كويس جدا عواد نفس الشيء ممكن عواد يبقى الامور بالنسبة له ممكن صبح يخش يبقى يبقى تالت ممكن عواد في الفترة ديت يشعر ان هو فترة طويلة يحس ان هو فرصته بعدت شوية بعد ما كان رقم واحد ممكن عواد يرجع تاني يبقى رقم تلاتة فلازم يبزل مجهود كبير جدا عشان يخش تاني يمسك بالفرصة ويبقى رقم واحد فعواد اعتقد من وجهة نظري ان عواد ممكن ياخد الفرصة في انه يطلع اعارة في مكان تاني ويشتغل فيه بشكل كويس جدا موضوع ان هو يغير ويروح في مكان تاني ويلعب ويشتغل بشكل كويس جدا فانا شايف ان الامور لان في وجود حرص المرمى في وجود جنش وفي وجود ابو جبل وفي وجود كمان عواد هتبقى الامور فيها صعوبة في الحرص المرمى انت لازم تلعب في حرص المرمى قبل كده في حرص المرمى من سنوات فاتت كتير قوي كان بتبقى فيه مشكلة في حرصين مرمى اللتين احسن من بعض دلوقتي يا كابتن سيف انت موجود في نادي الزمالك ثلاث حراص التلاتة احسن من بعض والتلاتة كل واحد يوم عايز يلعب والتلاتة كل واحد شايف ان هو افضل واحسن فالحراص كل واحد حاس ان هو حرص رقم واحد بعد طبعا ما بقى جاء ابو جبل رجليه في الملعب جنش هو في الاصل هو الحرص الاساسي عواد هو اللي خد بدأ الموسم بشكل قوي جدا التلات حراص مميزين جدا لسه صبح جاي حرص مميز جدا وجاي في الطريق فاعتقد ان جنش وابو جبل فرصتهم كبيرة في التواجد فممكن الاعارة دي تبقى عواد هو ممكن اللي يبقى فرصه في الاعارة تبقى كبيرة وجهة نظر الحقيقة تحترم جدا بشكرك كابتن عصام وبتشرف دايما بوجود حضرتك معايا الشرف لا يا كابتن سيف تحياتي بشكرك يا فندم شكرا جزيلا كابتن عصام مرعي واحد الحقيقة من نجوم التدريب في مصر بوجه له كل الشكر وانا الحقيقة بأيده تماما في معظم او يعني في نسبة كبيرة جدا من وجهات نظر الهال فاصل سريع وارجع لكم تاني بعد الفاصل هقولكم خبر كده عن اللجنة الخماسية سريعا حننفرد به وزي ما الفترة الفاتت الحمد لله دايما يعيه يعني ببناشن كده قصة ربنا بيكرمنا فيها اللجنة الخماسية هناك تأجيل ثلاث شهور يعني ممكن يبقى التأجيل حتى شهر عشر او حداشر هناك معلومة مؤكدة ان اللجنة الخماسية حيتمدلها لمدة سنة يعني تبقى الانتخابات بعد الولمبياد القادمة دي هناك معلومات وبنسبة كبيرة برضو مش يعني الامور دي لسه لم تتضح ولكن النسبة الاكبر هو التأجيل دي نمرة واحد نمرة اتنين هناك اقويل ان فيه تغيير في اضافة على اللجنة وفيه تغيير في اسامي اللجنة انا بأكد لكم ان في حالة التجديد للجنة عمر الجنيني هو في نفس مكانه رئيس اللجنة في حالة وجود عمر الجنيني عمر الجنيني متمسك بالاعضاء اللي موجودين معاه ورافض اضافة اي عضو والصح بمنطقة الصراحة ان محدش ينضاف وطبيعي ان هو هيتمسك بالاعضاء لان الامور ماشية معاهم بشكل جيد فاذا اي حاجة بنسمحها اشعاد اي حاجة بنسمحها على اي شخص ان دا مش هيكون موجود دا حيخرج دا حيتغير دا حيخش الناس هتكمل زي ما هي لان انت النهار دا حتى ما تيجي تغير كفكر الناس ابتدت مشوار ومشوار مش كبير يعني كم شهر ست سبع تمن شهور بيعملوا حاجة حجيب حد تاني عشان يعن تمن تسعة شهور ولا الناس تكمل يعني ربنا اعرفه بالعقل فحتى الاشاعات اللي طالعه انا الحقيقة كلمت يعني مع ناس عن قرب في هذه المسألة والكلام كان ان حتى لو فيه تجديد عمر الجنيني هو الارب عمر الجنيني موجود في مكانه واحيتمسك بوجود المجموع اللي معاه عشان يبقى فيه نوع من الهدوء والاستقرار يبقى امتى بقى الامور لسه متواضحة لان معادي الجمعية العمية نفسه لسه مش واضح كان فيه حديث ان هي تتعمل عن طريق الفيديو كونفرنس وده لكن ده اعتقد هيكون صعب جدا ده اخبار حصرية تماما لنا على مسؤولية الشخصية هناك تجديد للجنة الخماسية وهناك اتجاه ان هي تكون سنة ده الاخبار اللي بنسبة كبيرة عندنا النهاردة نروح بقى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع الاستاذ عمر الجنيني رئيس اتحاد الكرة المصري في اول زهور ليه عندنا هاشتاج تابعونا النهاردة يعني نتمنى ان شاء الله بإذن الله يبقى فيه تفاعل بشكل كبير جدا الجنيني مع سيف ده الهاشتاج بتاعنا وهنكون معاكم ثانية بثانية خبر بخبر تاني بواجه كل الشكر وكل التحية للأستاذ عمر الجنيني بشكر طبعا كل فريق الاعداد اللي معايا الأستاذ محمد الدمرداش أستاذ محمد أبو طالب محمد صلاح محمد شربيني محمد جابر عبد حميد الشربيني محمد جابر إبراهيم منصور كل الناس مش عايزة أكون نسيت حد والناس طبعا يصير الرومي والمجموعة كلها اللي كان اليوم دور في الحلقة أي حلقة بره الحقيقة يسري بيكون موجود معنا بشكل كبير إدارة القناة هنا يعني أستاذ أيمن سالم أستاذ عمر مخلوف وأستاذ إسلام إسلام عايزة الحقيقة مجهود كبير جدا معايا ثانية بثانية وعمر البهي طبعا وبهنساوي كل المجموعة اللي موجودين معنا دايما هم اليوم الدور كبير جدا جدا في النجاح الفترة اللي فاتت الحقيقة يعني من غير الناس دي كانت الأمور بالنسبة لنا صعبة جدا فاصل وبعد الفاصل حلقة خاصة جدا مع إجابات نارية للأستاذ عمر الجنيني رئيس اتحاد الكرة بتنسوش الهاشتاج بتاعنا الجنيني مع سيف أشوفكم بعد الفاصل رغم إسناد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إدارة شؤون اتحاد الكرة المصري للجنة خمسية برئاسة عمر الجنيني وجمال محمد علي نائبا لرئيس وعضوية الثلاثي سحر عبدالحق محمد فضل وأحمد عبدالله لتسيير أمور الجبلاية لأحين إجراء انتخابات جديدة إلا أن اللجنة أخذت على عتقها إصلاح ما يمكن إصلاحه في الكرة المصرية تعامل اللجنة الخمسية كأنها منتخبة رغم أنه لا يحق لأي من أعضائها الترشح للانتخابات المقبلة جعلها تتفاعل بإريحية دون ضغوط مع معظم الملفات بداية من قرعة الدور الممتاز وتشكيل اللجان ومراجعة اللائحة الأساسية وحل أزمة التحكيم خبرات الجنيني السابقة كعضو مجلس إدارة بندي زمالك سعادته كثيرا في أكثر من ملف بداية من تعيين جهاز فني وطني بقيادة حسام البدري خلفا لأجاري ثم تنظيم بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامة التي توج المنتخب الأولمبي بلقبها لأول مرة وتأهل لأولمبياد توكيو الجنيني ورفقه حققوا المعادلة الأصعب في الكرة المصرية خاصة بعد الهجوم الضاري على منظومة التحكيم بتطبيق تقنية الفيديو أو الفهر والاتفاق على كرة موحدة للدوري المصري ويبقى التحدي الأكبر للجنة عمر الجنيني هو تنفيذ مطالب الفيفا بوضع لائحة جديدة للتحاد الكرة وإجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة منتخب للجبلية في نهاية كواليس اختيار جهاز الفراعين الأول وتتويج المنتخب الأول ببطولة إفريقيا بمصر والاتفاق على تنفيذ البهرة وبنود اللائحة الجديدة كلها أسئلة يجيب عنها عمر الجنيني رئيس اللجنة الخمسية في ملعب أونتايم مع سيف زهر أهلا بكم من جديد أعزائي مشهدي أونتايم سبوتس في كل مكان النهاردة من داخل مقر اتحاد الكرة المصري مع لقاء قاس جدا مع رئيس اتحاد الكرة المصري ورئيس اللجنة الخمسية أهلا بيك الحمد لله رضو عليك فوق راسي ده أنا اللي أتشرف أخبر حضركي كله تمام زي الفل زي ما أنت عايز أنا تحت أمرك أنت مشرفنا ومنورنا هنا أبتدي يعني من حتة شوية أسرية فجأة عمر الجنيني رئيس اتحاد فجأة الدنيا كلها ما بين نقض ما بين إشادة أكيد الأمور اتغيرت أسريا يعني أكيد فجأة حضرك النهاردة موجود في كارير بنك موجود في حتة مختلفة تماما الأسرة بتشوف عمر الجنيني ساعة ناس بيشكره تاني يوم ساعة ناس بيعدوه هل دي عملك مشكلة ولا متعود عليها عملت مشكلة جوه جوه أسريا لا هي ما عملتش مشكلة ولا حاجة بس هي يمكن أنا قلت أكتر من مرة سيف أنا أعتبرت إن دا تكليف أو إن دا زي سنة جيش أنا داخل الطلب مني إن أنا أخدم أنا لا سعيد على حاجة ولا إن أنا مش من طموحاتي فلكن طموحاتي إن أنا أخدم بلدي أنا أتعرض علي إن أنا أجي أخدم في هذا المكان وأطور في هذا المكان ويعني الحمد لله الخبرات المتراكمة اللي موجودة هحاول إن أنا أفيد بيها بلدي طبعا مش هينفع إن أنا أقول لأ ويصدقني بقى موضوع الإشادة وموضوع الهجوم وموضوع الكلام دا كله أنا قررت من أول يوم إن أنا جاي هاخد قرارات لإن أنا جاي أخد قرارات وجاي بميشن سواء من الفيفا أو من الدولة يعني إحنا عايزين في حاجات معانة المفروض إن إحنا نعملها طالما حتاخد قرارات ما تبصش على اللي حواليك القرارات دي ناس حتكون مستفيدة منها وناس حتكون متضررة منها صح فمن أول يوم أنا دخلت أنا قلت أنا مش هعمل غير الصح ومش هبص يمين ومش هبصش مال أنا صح ومتأكد إن أنا مش هعمل غير الصح وهو دا اللي يهمني والتقييم بقى نخلي التاريخ بعد كده ولا يحكم ما خفتش إن إتحاد الكورة دايما في أفص الاتهام ودايما على رادار الشبهات ودايما أي حد اللي موجود في إتحاد الكورة النقد لي بيبقى لازب في جميع المناطق دا ما أقلقكش ما خفتش منه والله الحمد لله أنا براهن بإسمي وبرهن بتاريخي وبرهن بكاريري الوظيفي وبرهن بـ الحمد لله ما شفتش فيه غير نجاح أو ما شفتش فيه غير أي إخفاقات يعني لم تتواجد في حياتي الحمد لله رب العالمين وبالتالي إيه اللي حيخليني يقول لا المهمة صعبة؟ أه المهمة صعبة طبعا بس الحمد لله ده قدود يعني ما تقلقش ما جيت استلمت الملف وبصيت على الملف كده من وراك يعني دايما حتى لو حدك مثلا في كدير البنك استلم مثلا مهمة من حد وراك بتلاقي ملفات مترتبة بتلاقي الأمور كويسة بتلاقيك مستلم من نقطة كويسة هل إت شفت ده؟ يعني في وقت من الوقت حسينا إن حضرتك لقيت ملفات في وقت من الوقت حسينا إن ابتديت من نقطة الصفر في وقت من الوقت تصريحات ليك قلت أنا جيت أبص على ورق ما شفتش يعني اللي قابلي كان كله بيدير بدماغه فدي عملتلي صعوبة فده خلك تبتدي من أول وجديد ولا ابتديت من حيث وانتهى لآخرين بص اللي يقولك ابتديت من أول وجديد ده يبقى راجل هجاص مفيش حاجة أنا جاي بكمل مكان زملاء محترمين كانوا موجودين مكاني اكتهدوا جدا سواء أصابوا أو أخطأوا نسيب يعني النسيب دي مين اللي يحكم عليها مش أنا اللي أنا ححكم عليها لكن في نفس الوقت أنا جاي بكمل على اللي قابلي المشكلة بقى هنا هي في أسلوب إدارة كل واحد في ناس بتبقى عايزة في ناس بتحب قوي قوي إنها تشتغل من غير سيستم واشتغل من غير النظام ويبقى كله في دماغي واللوايح في دماغي وعلشان لما أي حد وذن هذه المؤسسة المحترمة يعوز أي حاجة يسألني وانا كده حس بأهميتي لا 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 أنا بؤمن جدا 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 في حياتي كلها بلتيمورك أنا جيت شرفت بأربع زملاء بيشتغلوا معايا احنا خمس أفراد يمكن قبل كده قلت هم مجموعة كوماندوس بتشتغل أنا لا بعمل كل حاجة بإيدي ولا كل واحد بيعمل كل حاجة بإيده لأ احنا تم يعني تقسيم الملفات على كل واحد بيعمل إيه وعلى فكرة هو ده النجاح أنا لما الدكتور جمالي ينجح في ملف أنا بنجح أما فضل وحمد عبد الله والدكتور صحر بينجحوا في ملفات ده نجاح لنا احنا كلنا أنا بأؤمن جدا 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 بفريق العمل وبالتيم وورك وهو ده أساس النجاح وبعدين ده فلان عمل حاجة نجح الله ما فيش أحسن من كده لكن هقولك الصعوبات اللي أنا شفتها الصعوبات اللي أنا شفتها زي ما انت قلت كده انت جدت يعني حطيت إيدك على إيه بيت القصيد اللي هو ما فيش سيستم اللي هي الدنيا كلها على حيث بالريح ما يهدي فقد يكون ده أسلوب في الإدارة و أسلوب متعرف يعني متوارث من عشرات السنين أنا بقى يعني معلش أنا جاي من المؤسسة برضو ما تعودتش أن أنا أشتغل من غير سيستم و ما تعودتش أن أنا أشتغل من غير لوائح اللي هي بتقول إيه وعلى هذا الأساس حتى أنت لما بتاخد قرار الدنيا بتبقى أسهل بالنسبالك كل ما حاجة أخد قرار طب اللي هي هنا بتقول إيه مش هقول بقى ما سبقوني لأن ما سبقوني قد يكون في وقت من الأوقات أنا عايز كذا لا أنا مش عايز كذا يعني يعني ما بزمش بس هو أسلوب إدارة ده أسلوب فردي ده أسلوب من غير سيستم وعشان كذا كان بالنسبالي أهم ملف بتدينا نعمله إن أنا أعمل إعادة هيكلة إدارية ووظيفية لكل العاملين هنا في تحدي الكور وابتديت جيت يعني تشرفت دكتور صفة النحاس عالم من علماء الإدارة اشتغل في هذا الكلام وابتدى عمل توصيف وظيفي لكل واحد بيعمل إيه وجوب ديسكريبشن قبل ما أقول أستعيم بكوادر جديدة أنا لازم أعمل تقييم للي موجودين أنا مش هجيب حد جديد إلا يعني إحنا لو حضرتك تبص تقريبا موظفين ما جبناش موظفين جداد إحنا في توصيف وظيفي لكل واحد وكل واحد هنشوف هنستفيد منه بإيه إحنا في عندنا ناس يعني بالضبط كده زي ما قلت إيه لما تيجي تقول لي عمر الجناني حامل جراحة نخه وعصاب مش حتته ماش حتتي هتيجي في واحد مش عارف أمين مغزن كان بيشتغل إيه بص حاجات كتيرة قوي 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 مش زنب الناس اللي بتشتغل لكن زنب توظفهم في هذا المكان قد يكون كادر أكتر من ممتاز أقدر أستفيد منه في حتة تانية ده اللي بيحصل وخب بالك إن فيه جوب ويت لكل شغلانة ابتدينا إحنا النهاردة في هيكلة الإداريال الموجودة الشغلانة دي في السوق تسوى كذا الدنيا مش موضوع إن ده صاحب عمر الجناني أو صاحب محمد فضل أو صاحب أحمد عبد الله يبقى بالتالي حياخد كذا لا الشغلانة دي باللي هو بيعمله حتسوى المرتب الفلاني حتسوى حيشتغل على سكساس فيه حيشتغل على مرتب بس حيشتغل على مكافأة حيشتغل على الكلام ده كله إنت فيه يعني الحمد لله استعنى بخبير الدكتور صفوة النحاس عمل شغل أكتر من رائع أعتقد إن ده ملف كبير قوي قوي حيتم عمله وبعدين خد بالك يعني لو حنتكلم الدول منك حنجحت إزاي بسيستم بسيستم مش وزير جاي أنا في دماغي إن أنا أعمل دي لا 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 ما فيش كلام ده إنت جاي على خطة موجودة معتمدة من البرلمان معتمدة من السياسات عليا سواء هنا بقى كانت الدولة أو كانت الفيفا عايزين نشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة إنت بتمشي في السكة اللي شغالها وحسابك في هذا الموضوع هل أنا أنجزت فيما أوكل إلي من هذا الملف ولا لا ما بيقولكش أنت فاتيت بإيه أنا مش عايز حد يفتي مش عايز حد يجتهد إحنا سيستم موجود تعالى بقى فيه متغيرات هي دي اللي هتقول آه دي ممكن أستخدم مهاراتي الشخصية فيها لكن انت بتتكلم موردن ناينتي برسنت من الشغلانة دي المفروض أنه هيكون سيستم صح ولوايح وعلى فاكرة ده زعى الناس كتير قوي يعني أما تيجي تطبق ليحة الناس كتيرة جدا جدا زقلت أعرف حرك ليه عشان مش متعودين عشان مش متعودين ومعلش الظروف خدمتني أنا قوي قوي أنا بقول أنا أكتر يعني من أكتر الناس اللي كانت محظوظة أنا والمجموعة بتاعتي أن أنا مش عايز حاجة إحنا مش عايزين حاجة صح أنا اللي عندي ميول لا عايز أنزل الانتخابات ولا ينفع ثانية واحدة الأول لا ينفع أنزل الانتخابات ولا عايز أنزل الانتخابات ولا يهمني إن فلان يكون مبسوط مني أو فلان زعلان مني طب هخلي فلان مبسوط مني وهخسر نفسي أنا حبص نفسي في المراية إزاي يعني لا 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 إما حضرتك جيت حسيت أن إنت يعني يعني فيه كوادر قبل حضرتك فيه كوادر بتستعد للنزول بعد حضرتك حسيت أنت الناس دي بتسندك ولا بتحاربك بص إحنا بني أدمين فيه ناس يعني هتلاقي فيه ناس كتيرة قوي قوي طبعا همه وشغله الشاغل إن هو ينتقد أي حاجة وناس بتدعم من بعيد بس أنا هقولك حاجة زي ما بقولك أنا عزلت نفسي عن برامج وعزلت نفسي عن السوشيال ميديا وعزلت نفسي عن الكلام ده أنا فيه مهمة جاي أنفزها باللي أنا تعلمته وأنا أصغر جدا في قدراتي وقدرات الناس اللي معايا فإذا إن شاء الله أنا مش هعمل غير الصح فما ببصش ما بتبصش طيب نروح لموضوع المهم وهو موضوع يعني حديث مهم وهو حديث الليحة كل واحد بيتكلم إن الليحة متفصلانه يعني سيف زاهر شايف مثلا إن الليحة اللجنة الخماسية عايزة تستقصي سيف زاهر من المشهد فحطت مثلا بند واحد تاني يقولك أصل لموضوع 8 سنين محطوط بند أصل هنا عايز ده مثلا ما يخشش فأقول سنتين اللاعب بطل كل واحد بيطلع دلوقتي شايف إن الليحة دي تخصه أنت ما كلمتنيش أنت لو كنت شفتني لا والله أنا عايز بس أقولك حاجة وكل الاجتهادات اللي حصلت هي اجتهادات شخصية جدا 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 ومع احترامي للناس اللي اجتهادت وطلعت قالك أنا معايا وإكسكلوسيف الليحة والناس كل الناس فوق يعني مش دي اللايحة كل الناس فوق راسي يا فندم في درافتات مبدئية جدا جدا أي واحد خش على الصائب بتاع الفيفا هتلاقيها هتلاقي الكلام ده موجود دي يعني زي يقولك درافت مبدئي جدا 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 لحد اللحظة دي أقسم لك بالله ما تمش لسه أي درافت نهائي موجود علشان إن هو يتبعت شغالين الموضوع في شغل كتير جدا جدا وأقسم لك بالله أنا لا شايف دي هتمنع فلان ولا دي هتحوش فلان ولا دي هتدخل فلان معلش يا جماعة كل الناس اصحابي وحبيبي واخواتي بس أنا في شغلي ما بجملش طيب فيه مندين عايز أعرف وجهة نظر حضرتك عنهم يعني نفترض للسؤول عمر البيانيني مش رئيس الاتحاد حاليا وجهة نظر حضرتك في بند التمانسين هل هو الأفضل لتدول السلطة ولا الأفضل تترك حضرتك المساحة للاختيار خلينا برضو يعني ما هو رأي الشخصي حيتاخد إن هو إيه إحنا إحنا بنعمل إيه لحد اللحظة دي خليني أما أطلع من الاتحاد أقولك رأي الشخصي إيه بس طول ما أنا مسؤول عن ملف معلش هسيف حقك على رأسي يعني طيب هنطلع من دي روح لحتة تاني فضل حتة بند تضارب المصالح كان دكتور إن كان عن شركة تسويق إن كان إعلامي مثلا زي أي حاجة تمام مش هسأل حضرتك وجهة نظرك فيه أنا هسأل حضرتك أليه التنفيذه يعني كل واحد دي بتسأل أنا دلوقتي إعلامي أنا مثلا سألت محمد فضل قلت له فضل على الهواء قلت له وجهة نظرك لو أنا جاي يقدم وراء قال لي لا أنا هرفضه كوجهة نظره مش كوجهة نظره في المجلس اللي أنا شايف إن دي حتة فيها تضارب المصالح وكان عنده من الصراحة الكافي أليه التنفيذها يعني أليه التنفيذها مع مين؟ هل هي مع حضرتكم اللجنة اللي هتدير للانتخابات اللي هتقول ده آه وده لأ سمعت الأخبار تانية لأ ده هتكون فيه أسئلة كتيرة زي استمارة هتملاها فهي دي اللي هتوديك لأ أو لأ الناس بتسأل هتبقى أليه التنفيذ إزاي؟ كل دي برضو اجتهدات ولا فيه استمارة يعني كون إن فيه استمارة أو فيه لجنة هي اللي بتحدد هقولك حاجة وهي الأساس واللي بيحكمنا قواعد الحوكمة في الدنيا كلها بتقول إيه؟ وفيه الكودوف كوندكت أو الكودوف أتيكس بتاعة الفيفا بتقول إيه؟ مش حخرط بره هذا الكلام وهذا الكلام لا يتعرض مع الدستور المصري طب باسع الحراك سؤال تاني كل الناس بتقولوا البند ده كان موجود طول عمره هل كان موجود ما بتطبقش؟ ده ده زمان ها كان موجود ما بتطبقش؟ ها يعني مفوش تجديد؟ اللي موجود في الفيف أنا حنقله هنا يعني اللي موجود في الفيفا؟ يعني الفرق إن حضراك هتطبقه فقط لا غير هيتطبق طبعا لكن الحراك مش هتضيفه على البند ده ما تضفش هيتطبق وأنا مش هجامل حد أنا مش هجامل حد مش هجامل إخواتي مش هجامل أصحابي مش هجامل حبيبي مش هجامل هي الصح بتاعها كده هتتنفس كده كان من المطباط اللي الناس يعني أول الاختوارات الصعبة اللي الناس شافاها كانت في لجنة الخماسية اختيار الجهاز الفن وناس كتير تسألت يعني كان فيه تصريحات حضرتك إن حضرتك قلت أنا من أول دي شايف حسام البدري فضل قال إن كان فيه كلام لآخر ثانية مع كابتن إيهاب جلال ثم اختلفت الأجهزة الفنية هل حضرتك كالأسوات عمر الجنيني تشخص كنت شاف حسام البدري وكان فيه كفاء ما بين اللاجنة الخماسية على الكابتن إيهاب جلال ثم تحويلت القصة هل اختيار الجهاز الفني تأخر للدراسة ولا كان المشهد يعني سؤال اللي الناس بتسأله هرجعلك من آخر سؤال تأخر أو ما تأخرش إحنا الموضوع كله ما خدش أكتر من ثلاث أسابيع يعني إحنا كنا لسه جايين ابتدينا نشتغل على هذا كان عندي حاجات كتيرة جدا أول حاجة إنت بتخش البيت بترتب البيت بتجيب الكرسي دا كده ويجيب الكرسي دا كده وبتدينا نبص على ملف الجهاز الفني اللي كان محصور إن إحنا بنختار من يعني لازم جهاز فني مصري لا يخف على أحد والنهاردة ابتدينا نبص السي فيز اللي موجودة ابتدينا نبص استعنى بقراء ناس كتير جدا برضو خبراء سبقونا طب إحنا نقول كذا نقول كذا انحصر خبراء فنيين يعني اه طبعا طبعا إحنا ما خابة ما نستشار انحصر الاختيار بتاعنا على طالما فضل قال بقى على طبعا الكابتن إهاب والكابتن حسام ورجحت كافة الكابتن حسام في الظروف الحالية لقينا اللي هو اللي مناسب الخبرات اللي موجودة عنده اه يعني كابتن إهاب جلال ما اعتزارش ما اعتزارش بالليل فجي كابتن حسام اه يعني الكابتن حسام هو المدير الفني للمنتخب مصر يعني حدرا كنت أخذ قرار من جواك من الأول بكذا اه اه ده اللي هو أول سؤال انت سألته اه أنا من الأول خلص انا شايف كده شايف حدراك إن الجهاز الفني كان لازم يجي بتنصيق يعني ليه علاقة بأهلي والزمالك وتأسيمه معينة ولا ليه علاقة بفنيات صدقني ما حصلتش انت لو تتذكر تداعيات القرار احنا قلنا اول حاجة قلنا تم اختيار الكابتن حسام البدري مدير فني لمنتخب مصر وتكليفه بتشكيل جهازه كابتن حسام شايف ان هما دول اللي لازم واللي صالحين ان هما يكملوا المهمة معاه وهيبقى فيه هارموني بينهم وبين بعض وبالتالي ان شاء الله كل التوفيقين انت حركت محاط كبيرة في جهاز المصري طبعا انت محاط بلا حدود انت لو بصيت يعني حتى الانجازات اللي اتحققت في تاريخ الكرة المصرية كلها احسنا صاحب النظرات دي بصراحة يعني انا شايف دايما ان فرصة المصري بتبقى لها موافقة المليون المية موافقة المليون المية بالطموحات اللي موجودة بالكفاءات اللي موجودة اعتقد انا بقولك امل كبير جدا 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 في هذا الجهاز وكافة الدعم والتقدير والاحترام ليهم ان هم ان شاء الله يحققوا طموحات جمهور الكرة المصرية سمعنا في وقت من الوقت ان حضركم برضو كان كابتن حسن شحات على راداركم في الإدارة الفنية للتحاد يعني ان هو يكون في مركز تستفيد وحضركم من خبراته ثم كابتن حسن قال لا انا افضل ان يكون دوري في الملعب بص يا سيف الاكتهادات كتير جدا جدا وخصوصا في الوقت ده ومرة انت شايف ان انت صحيح انت قاعد مع فلان الفلاني دلوقتي في نص الليل والله كنت ناين لقيت ميسج جايها لي انت قاعد والله ما حصل على طول كده طبعا بص كل الاسامي اللي تقالت مش عايز اقولك انا هقولك حاجة يعني مش سر انا شجعت كورة اساسا في حياتي كلها عشان كابتن حسن شحاته يعني كابتن حسن شحاته ده انا شايفه حاجة كبيرة اوي 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 صح وخلقا وعلما وفنيا ولمت ناس مفيش اروع من كده بس كل برضو اللي حصل كل الكلام اللي حصل ده اجتهادات واحنا بالنسبالي انا اتشرف في كابتن حسن ان هو اي اضافة فنية هنا في الاتحاد انا اللي اتشرف بتسعل حضرتك بما يعني فيه اكيد حاجات ما تحب يعني اسمحاش انتقاض زم متح بس احيانا يقولوا ان الاتحاد يدار من برا او فيه حد بيدير الاتحاد او فيه حد من الخارج ليه دور في وضع لايح اوساسات الكلام ده يعني هل لي دايقك؟ يعني انت جاب حمام العطار لن اسمح طبعا بحاجة زي كده خالص وكلام ده مش موجود وزي ما بقولك كل واحد بيبقى موجود عايز يقول حاجة بيروحي او عايز يزق حاجة بيقول الكلام ده ليس له اي اساس من الصحة ولن اسمح به ويعني زي ما بقولك انا مش عايز حاجة هنيجي انهزق نفسينا على اخر الزمن مش هيحصل موضوع تاني انا عايز اقوله لك انا بالنسبالي انا ممكن جدا 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 اخد استشارة من حد اكلم حد اخد منه استشارة ما يعيبش خالص اسمح الكلام بس حتى هذا الكلام مجاش وقته يعني مش مثلا ان انت خدت رأي فلان الفلاني في كذا والله ما حصل طب البندل فلاني ده فلان عايز يحطه عشان يطلع فنال 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 بص لد وكلام كتير اوي 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 اقسم لك بالله ليس له اي اساس من الصح وانا لن اسمع طول ما انا موجود هنا ان شاء الله الفترة قربت اوي يعني لا باذن الله انا سمع ان هي عن طول مش قربت كده هل ممكن فعلا يبقى فيه امتداد او مد من مدة سنة والله زي الكلام اللي انت بتسمعه ان في حد بيتدخل انا بسمع كلام كتير جدا جدا وبسمع انا بالنسبالي الميشن اللي انا متوليها تنتهي في اخر شهر سبع اللي جاي في بنوت كتيرة جدا المفروض انها اتعاملت فاضل حاجات بسيطة جدا رتوش في كل الميشن ما قصودش اللي حاني اه حخلص هوا احنا جد علينا امور محاجة عارف حاجة محاجة عارف حاجة خاضر في معلومة هطلع بس فاصل وارجع اقول لحضرتك معلومة او حاجة سابتة على مدار تاريخ اتحاد الكورة الاهل والزمالك اقوى من اتحاد الكورة هل في وجود حضرتك او في تطبيق اللي حسيت ان الامور دي اتغيرت هارجع اسمع الاجابة بعد الفاصل اشتركوا في القناة كل الناس طول عمرها تتكلم ان الاهل والزمالك اقوى من اتحاد الكورة المصر انا عشرت فترات سنين كتيرة جدا قلتلك انا فيه لايحة باحكم بيها مثلا الناس ما خدتش خالص ان في حاجة اسمها لجنة انضباط بتاخد قرارات لجنة انضباط بيرقصها قادي جليل اسمه البنداري بياخد قرارات انا حرجع لقاضي اقوله انت خدت القرار ده ازاي او عدل القرار ده انا ما تربتش على كده وما تعويتش على كده انا حتى في شغلي لما الراجل بتاع الليجل ده بيكتب اي الليجل ريكمنديشن انا ما اضعش راجعه فيها يعني انت النهار ده بتتكلم في ايه الليحة الليحة بتقول كده سواء جات على اهلي او جات على زمالك هتتنفذ يعني هتتنفذ يوم ما جينا قلنا مش هنأجل مطشاط الا بكذا وكذا 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 اعتقد ان الكلام ده تم يعني الناس مش واغد على كده هتلاقي فيه جوم من هنا وفيه جوم من هنا واعتقد يعني انا بالنسبالي طالما اللي اتنين مش راضين يبقى فينا جاعة طبع صح قدرت حتراك انت تتخلى عن حبك وانتمائك وتبقى على مسافة واحدة بسهولة ولا بصعوبة بص حبي وانتمائي ده اه انا انا اسف على المعطف احنا انا وجهت ده كتير يعني احنا مثلا المجلس اللي قبل حضرتك حزن المهم زمالكاوي قلت طيف زمالكاوي كابتن مجدى عبدالغاني اهلاوي كابتن عبدالغاني شبير اهلاوي دايما كنا بنطلع وانت اهلاوي بعد كل جلسة نطلع يقولوا ايه ده كابتن شبير تبنى فقر الاهلي ده حازن تبنى لا كابتن شبير تبنى فقر الاهلي ولا حازن تبنى فقر الزمالك ولا خالد لطيف ولا في حاجة خلص بس هيه ثوابت عند الناس بصراحة يعني ثوابت ومش هتتغير تعال اه سيفو احنا ماشيين وانت عارف انت قادر الناس بالمبنى هنا بص الصور اللي موجودين لرؤساء الاتحاد هتطلع منهم النسبة اهلي او زمالك نادرا لو لقيت حد جي من برا الناديين صح وهو ده يعني ما هي لو احنا النهاردة بنتكلم نقول ايه العمود الاساسي للكورة المصرية هم الاهلي والزمالك يبقى اكيد ابتحد الكورة حييجي منه ناس اهلي او زمالك انتمائي وحبي وعشقي والكلام ده كله خدوا على جنب وانا قاعد مع صحابي اه في مكان وانا على العشا وانا قاعد بخرج مع واحد صحبي الكلام ده مفيش ولا حد الكلام ده جوايا محدش يقدر يحسبني على جوايا انت هتحسبني على ايه على قراراتي اللي انا بخدها عالطرابيز هل فان ان كل حراك الاتحاد لسه بتهذر مع صحابك يعني يعني زمان كانت تقار تبقى على راحتك في الاستاذ وانت بتهذر في فيسبوك وعلى 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 وفما مر وانت داخل وكلها علاقات على فكرة كابتن حسن حمدي انا يعني كنت بروح الاستاذ وكنت بشوفهم ساعتها حسن بيزعوا البعض ساعتها حسن بيهزروا مع بعض وكانوا حبايب جدا طبعا يعني كاتل علاقة طبعا لا تعالى بقى التهريج على العلن او على السوشيال ميديا او على الكلام ده لا طبعا الكلام ده مقفول تماما ان انت النهارده اي تصرف حيتاخد عليك والموبايلات شغالة غيرت من نفسك كتير اه عمر بي اه طبعا لا 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 كان فيه كم براشر غير طبيعي طبعا كم براشر غير طبيعي بس احاولك حاجة انا بشتغل في مؤسسة المفروض يعني الحمد لله معروف هي ايه وانا عندي سبع تلاف موظف موجودين اكيد مثلا هتلاقي منهم مثلا خمسين واحد صحابي مثلا او صحابي او قريبين مني اوي 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 هالمعنى كده ان الخمسين دول هم اللي حيميزوا والسبع تلاف هو شوية لا طبعا نو ايه انا مش هحترم نفسي بس حضرتك عن ايه اه في ايه اقول لحضرتك فيه مواقف مثلا تدعت مرة تسلم جايزة في ماتش فالدنيا قامت وما عادتش وناس تخدتك على باجة حضرتك حطه للبنك تمام الماتش اللي بعدي انا تخيلت ان ممكن دي تكون حاجة انا مش فهمها مسلا تمام الماتش اللي بعدي حضرتك حطه برضو وعلى طول بيه واضح ان انت ما غيرتش السك يعني عايس لومي ده ثابت معايا طبعا ده شغلي وده اكل عيشي وانا بالنسبالي التواجد في اي حتة بهذا الكلام وانا عملت ايه غلط لانت مائي وانا عايز اسألك سؤال وانا لما جيت امسك اتحاد الكورة قالوا ليسيب شغلك ما عمانش انا جاي ومين اللي جابني هنا يعني اكيد خبراتي الادارية اللي انا اللي تركمت في المكان اللي انا موجود فيه بسكتبوكو تقول بس ارايح دماغي واشيلك قصة لا 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 انا طالما بعمل حاجة صح ولا حيهمني مخلوق ولا بسمع يعني انا صح صدقني لن احيد يعني فكرت مرة ان حضرك تقعد مع ادارات الاهل بغض نظر عن تنفيذ اللايحة يعني والثوابت دايما فيه صدامة بين الاهل والزمالك والاتحاد الكورة دايما وكل طرف دايما بيبحث ان هو على حق يعني كل طرف دايما الاعلام الاحمر يطلع يعني اتحاد الكورة ما جاش وان كل الاعلام الاضياد يطلع يعني يغلط كل اللي قاله الاعلام الاحمر واتحاد الكورة دايما وابدا فيه افص الاتهام فكرت مرة حضرك تقعد معاهم لتقريب وجهات النظر لتنفيذ اللوايح ان المشهد يبقى اكثر هدوءا يعني ساعد بحيث ان دا اللي بيفرقنا عن برة شوية ان برة الناس ملتزمة في هدوء ويا ما حصل اتصالات ويا ما حصل حاجات كتيرة جدا واتعشم ان اليوم دا ييجي ان شاء الله ان نقعد كلنا على طرابيزة واحدة نشوف لان هي هي دي كرة مصرية ان احنا النهاردة نقعد نشوف مشاكلنا فين ومش مشاكلنا فين ولازم برضو الناس تتقبل كل الناس في اي وقت من الاوقات ان فيه لايحة بتحكم الكل لازم يلتزم بيه يقدر رئيس المنتخب يحط سيستم زي اللي جاي فترة مش هانتخاب ومش نازل تاني لا مش معلش وضح لي تاني حضرتك التالية الحديث قلت لي انا ما عنديش اتجاهات مش هزال انتخابات تاني وما عنديش مشكلة ومش جايب الانتخاب نفذ مهمة يقدر الرئيس المنتخب اي رئيس منتخب يقدر ينفذ نفس السيستم ولا يجد صعوبة طبعا 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 ده ده صح اللي مفروض ده اللي بيحصل غير كده هو الاستثناءات للقاعدة لكن القاعدة اساسا ان فيه سيستم وانت داخل بتشتغل عليه متوقع حضرك ان اللي يجي بعدك يمشي علمت بانته ولا هيتهده من قوله ديته اتعشم واحلم بكده احلم يعني ما عندكش قناعة لا بالعكس يعني ده املي يعني يعني ده املي بالعكس ليه 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 اي حد عايز المصلحة هيبقى عايز السيستم مش عايز مراكز قوة مش عايز ان واحد ينفرد ببقية الحاجات ان تلاقي المجلس تسعة افراد واحد بس اللي بيحكم وتمانية مجنبين الكلام ده مش مش ليه 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 ده احنا خمس تنفار بنقول والله العظيم عايزين انا اول ما جيت قلت انا مش عايز 24 ساعة في اليوم انا عايز 90 ساعة في اليوم عشان نخلص كم الشغل وكمل تحديات وكمل طبوحات اللي موجودة عندنا فهو فيه ايه وده اسمه عمل جماعي وبعدين احنا طبعا ننتخي بواحد او ننتخي باتنين لا لا ده ده الطبيعي اللي المفروض ان هو ينحصل وانا كويس اوي انا سيدي بطل العالم في الحتة دي انا باخد الملف ده بعمله دكتور جمال هايل في الحتة دي فضل هايل في الحتة دي احمد عبدالله هايل في الحتة دي الدكتورة صحر هو كده وبنطلع وفي كل حاجة بنقول اللي عمل وانا يدايقني لما يطلع يقول الدكتورة صحر انشأت الكرة النسائية وكرة الصلاة بالعكس ده اللي انا عايز وهي دي الملفات اللي احنا بنعملها وده الديلجيشن اللي احنا خدنا عليها في شغلنا ان انا لا انت ما تطلع انا اللي اقول لا لا انا اقول ايه انا ترس في زي ما بيقولوا سنة في ترس كده هي اللي بتشغل هل حضرتك شايف ان الافضل المجلس القادم او عضاء المجلس القادم يكونوا بايد يعني يتحطي لايحة ان هي تكون مدفوعة الاجر وبعض عضاء المجلس مثلا كابت المجد عبدالغاني قال يعني احنا نفضل مثلا ان الوظيفة دي تبقى بمقابل لانه بتطلب مني تفرق والله بص هي وجهة نظر طبعا وجهة نظر وآه ليه لا النهاردة ناس بتخصص من وقتها ومن بيتها ومن شغلها ومن 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 انها قاعدة قاعدة بتشتغل وتنتج لمكان معين ليه لا حتى على الاقل بدل انتقال بدل تفرق ليه لا ده الافضل شايف حضرتك ان اقصاء عدد كبير من الجماعية العمية او تقلص عدد الجماعية العمية ده لصالح الكرة المصرية آه وده كان طلب من الفيفة على فكرة يعني خلينا بس نقول ان ايه لصالح الكرة المصرية ار لصالح الكرة المصرية لصالحها جدا كمان لان انا عايز اوضح لك حاجة بسيطة جدا موضوع اقلائق اقصاء الناس من الجماعية العمومية ده انا ما بمنعش الممارسة ده انا بقولك اشتغل واشترك ودعمك موجود اللي كنت بتاخده وكل حاجة هو الموضوع ايه الموضوع تمثيلك في الجماعية العمومية لها أجل الناس مهينة هتوفيها انت نفسك اللي استبعت دلوقتي هتخش اهلا وسهلا وده في كل حتة في الدنيا صح ما هتشوف المانيا فيها كم نادي وجميع العمومية الدنيا في مدارس كده في مدارس بالويتس وفي مدارس بالقم اه طبعا ممكن جدا فيه ده برضو على فكرة دي كانت انا كنت مقتنع بهذا الكلام ان يتأمل زي ويت لكل نادي غير معقول ان ده صوت وده صوت كل الكلام ده بيدرس يعني شايف حضراتك برضو من وجهة نظرك ان السيستم اللي تحط في الجماعية العمية او عدد الجماعية العمية كـ 98-95 زي ما هيكون ده عدد ولا مطالب كمان بتقليص وعند الناس قالوا 50 كفاية 60 كفاية لان انت بتحط سياسة للقرى المصرية متدرشة في الطهى مثلا في العدد ده بص يا سيف انا اليوم ما جينا نحط احنا حطينا متطلبات او requirements انا لو قلت حيبقوا 95 ولا قلت حيبقوا 235 زي ما كانوا ولا 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 الكلام ده مفيش احنا النهاردة بنحط requirements يوم اللي حيوفي هذه requirements بقوا 60 بقوا 50 بقوا 90 ادي الكريتيري اللي احنا بنختار عليها او اللي يتم عليها مش عنا بنختار اللي يتم عليها ان انت تبقى eligible تبقى عضو جماعية عمومية تبقى زي ما تبقى بس لكن في نفس الوقت من غير المعقول التفاوت الرهيب في كل حاجة بين انديت الجامعة العمومية اما تبص تلاقي ناديين ميزانياتهم عدة المليارات عدة المليار ده ماليا كإمكانيات كإضافة للكرة المصرية حطينا حاجات معينة حتتحط حاجات معينة بعد كده هي دي اللي حتخليك إلاج بالعضو جماعية عمومية اولا يعني سؤال انا هيعرف اجابتك بس برضو واجب ان انا لازم نسألوه هل حضرتك كان في حديث ما بين حضرتك وما بين صارة من جول الاتحاد الدولي على رغبة حضرتك في الترشيح للرئاسة اقسم بالله ما حصل ومن اول يوم طيب انا حاولك بقى سر مش عارف متالب فضل طلع مرة قالها احنا في يوم من الايام بعد 3-4 شهور جرينا 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 الفار بيتعمل اللايحة بتتعمل الهايكلة الادارية بتتعمل اللوايح تكوين اللجان ابتدينا المسابقات عملنا الجهاز الفني اللي هو لما جرينا هو قوي 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 هجام احنا قربنا نخلص متيجو نخلص الفيلم ده في شهر اللي جاي ده وناخد بعضنا ونمشي هقولك حاجة الفار مثلا انا طلعت في اول يوم توليت في المسئولية قلت احنفذ الفار ان شاء الله يعني اضبوط الناس قاعدة بتغرق ها هاي وازاي متع تعمل كده ازاي لا لا احنا بنسمع الكلام ده بقالنا مليون سنة ما معرفش مين قال كده والكلام ده ما حصلش اتحاربت في موضوع الفار؟ طبعا طبعا انا مش عارف والله ده بدل ما يعني او والله ده موضوع غريب جدا ده انا يعني المفروض والله انا شايف اللي حصل ده وده مش مجهودي انا ده مجهود كل الناس اللي معاين انا مش عايز اقولك نفس الناس بتوع الفيفا والآيفاب دول قعدوا بيقولوا ايه النهاردة يوم ما ابتدينا نكلمهم وابتدت الدنيا تخش في الجد يعني او في المراحل الجدية بعد كل الحاجات ونقرأ وندرس ونعمل قالك طب اوكي احنا هنبتدي بقى من ست شهور لتمن شهور اتقول لا 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 فيش كلام ده خالص ست شهور لتمن شهور ايه احنا هنموت نفسنا احنا هنعمل احنا هنشتغل وبشكر وليد العطار بشكر محمد فضل طبعا هو اللي كان مسؤول عن هذا البروديكت وليد مجهود رهيب كابتن جمال الغندور رغم انه مش معانا لازم نديله حقه الحكام اللي تقبط جدا 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 في هذا الكلام وبعدين انا عايز اقولك حاجة العقد بتاع الفار ده يعني الحمد لله لأول مرة في تاريخ مصر احنا عملناها ليس تو اون يعني الوضع الطبيع ان اي حد عايجي يقولك ايه انا هدخل الفار هدخل الفار ازاي هشتري الاجهزة وحعمل ودفع الفلوس من اولها الاخير هوتها ما انا بقولك ده جزء برضو وتدفعته على الفاضي اهمل انا مدفعتش حاجة انتو بس ايه كلام ما ولا مايعرفش يقول عادس انا عملت ليسين بنية الشرك اه عملت ليسين بنية خب بالك انا عارف كويس قوي قوي وجربنا الكلام ده في سيستمز قبل كده بنشتريها في موبايل انت بتشتريه لما الموبايل التكنولوجي في المواضيع دي بتلاقيها عالية جدا جدا وبتتكرر بسرعة ممكن تحتاج تشتري ممكن تشتري ساعتها حاجة تانية الله ينور عليك انا لما اشتري من دلوقتي من دلوقتي حاجة هتبقى ديمو ديه كمان سنتين ونص خلاص انتهى ممكن يبقى زي التلفزيون اللي بيضوي سود كده او زي الموبايل الكبير اللي كنا بنشتريه زمان ده فالنهاردة لأ انا ابتديت هعمل ليسينج ومعايا الابشن ان انا اشتري في نهاية المدة هذا البرودكت او المكت ده ان انا اشتريه بشرط ان انا خلال السنتين ونص دول اللي هم مدة الكونتراكت الراجل المورد ده مجبر انه يجيبلي اخر تكنولوجي وصل بيها فانا النهاردة كمان سنتين ونص اللي حيكون موجود ان شاء الله لو عايز يمتلك هذه الاجهزة ليمتلك باخر تكنولوجي مش هيمتلك اللي من سنتين ونص فاته انا طبعا ما هو مجبر يعني جلوله اوبجريدنج للسيستم ويمالكهول ايا اوبجريدنج للسيستم يا ياخد العربيات دي يرميها ويجيبلينا عربيات جديدة انا مجبر ان الموجود في اوروبا وموجود في كل الدنيا اخر حاجة الدنيا وصلت لها في اخر سنتين ونص هو ده اللي انا امتلك اما اللي هم حربوك لي ما يعني اللي حب يعمل حاجة ومعرفش يعملها اكيد مش مبسوط اكيد مش مبسوط اكيد يعني لكن في نفس الوقت انا دي من الحاجات اللي بقولك الحمد لله انها تمت الدفع اللي بيتم على فكرة احنا بنشتغل بالماتش ها يعني احنا الفلوس بتدفع بالماتش مش بالسنة يعني الفترة اللي عدت اللي احنا بنشتغلش فيها النظام دي انا ببدفعش فيها فلوس انا بشتغل بالماتش فالحمد لله كنا موفقين جدا بشكر الوزير دكتور اشرف صبحي طبعا تم مراجعة كل الاجراءات من الدولة وان احنا بعتنا وعملنا وسوينا وما ابتدناش ماشينا كل حاجة زي الكتاب ما بيقول الحمد لله ويا رب بقى ربنا ينجينا من اللي احنا فيه يا رب ملف التحكيم زي ما حدراك قلت الفاري ودينا الملف التحكيم وده من الملفات اللي الأستاذ عمر الجنائي قبل ما يخش اتحاد الكورة انا متأكد انه كان غير راضي عنه تماما ودائما كان فيه اعتراض مش تصوى عمر الجنيني بس طريبا ناس كتير شايفين المنظومة دي يعني كان دايما فيها مشاكل طبعا اما دخلت حضرتك وعملت الفارو كابتن جمال الغندور كان موجود انا كنت شايف وقلت عليها اكتر مرة ان الامور ماشية بشكل جايد جدا ثم فوجئنا وحيل كابتن جمال الغندور الحكام طلعوا بيتكلموا مفيش فلوس ماخدناش فلوس ماخدناش حاجة مفيش مستحقات ماشيه غريب تمام كواس اوي اشكرك جدا على السؤال يعني مفيش مستحقات وفي مستحقات ده معلش ده كلام انا بس عايز اقول حاجة اول يوم جيت فيه وقعدت مع كابتن جمال الغندور في التجمع الخامس برا الاتحاد هنا عشان كابتن جمال لتولي المهمة قال لي فيه مستحقات للحكام سابقة بقالها فترة كبيرة جدا لو نقولهم بس جدول زمني والنبي لو انا هتولى جدول زمني المستحقات دي هتتصرف انت قلت له بس انا النهاردة معتمد على الحكام جامد جدا انا جاي اعمل فار وجاي اعمل كذا والفنيات بتاعة الحكام انت المسؤول عنها قل لي محتاج معسكر قل لي محتاج محاضرات احنا عايزين معسكر في الحتة الفلانية يا الله احنا عايزين عملوا معسكر ورحت اجتمعت بيهم هناك قالوا المستحقات طلعت المستحقات السابقة اربعة ونص مليون جنيه طب هتصرفوا غالنا على قد ايه مش على قد ايه قلت له قد ايه ايه اربعة ونص مليون جنيه كاش اول يوم اتصرفت مرة واحدة وزي ما بيقولك ايه صفرنا العداد وابتدينا من اول وجديد كويس لا يخفى على احد برضو الماليات اللي موجودة يعني بس الحمدلله مستورة ابتدت ايه دفعت الاربعة ونص مليون جنيه والناس ابتدت كابتن جمال كان ليه اراءة الحكام الاضافيين ان الكلام ده يتلغي خالص وخالص انت النهاردة اللايحة اللي موجودة دي تقريبا سقطت ملهاش اي اساس تعال نصرف على القديم كابتن جمال قال لي احنا عايزين نعدل اللايحة طب نعدل اتروح ايه نعدل اللايحة ودينا بنجري في الفار لان انت حيتضاف عليك كمان اعباء اضافية جدا جدا اللي هي حكام الفار والمساعدين اللي موجودين دول كلهم طب نشتغل على اللايحة ابتدنا اشتغلنا على اللايحة جي النشاط وقف طب نصرف على اللايحة القديمة ولا نصرف على اللايحة الجديدة لا يا جماعة اللايحة الجديدة اللي انتو بتقولوا عليها دي ليس لها اي اساس لان انت حضرتك لا يخف عليك اول قرار اتاخد مننا بناءة على توصية من الفيفا يوم ما جينا رجعوا القرارات اللي حصلت في الثلاث شهور اللي فاتوا فما بقاش فيه لايحة تقريبا اللايحة مهضرة عملنا اللايحة الجديدة والناس صرفت يعني حرك صرفت لهم على اللايحة الجديدة اه عملنا لايحة جديدة وتصرفت على اللايحة الجديدة طب اما الخلاف الكابتن جمال كابتن جمال جيتها لا فلوس الحكام ليه واستقال ليه لا الكابتن جمال سيبك بس من كابتن جمال استقل ليه او ما استقلش ليه ده موضوع تاني مختلف تماما عزي مش سببه ده لا لا بص اول ما نخلص هقولك حوريك كابتن جمال العلاقة بيننا لحد الوقت الدنيا عاملة ازاي يعني هو بعتلي وانا بعتله وانه كان كافة التقدير والاحترام لبعض وبشكره على الفترة اللي قديها لا ده موضوع تاني خالص 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 ودي صفحة وانتهت في الوقت الحالي مش انتهت للاخر يعني في انتهت في الوقت الحالي وانتحرك ما كانش سببها كده يعني ما كانش الموضوع كده السبب فيه ولي بيسخن ولي بيعمل وزي ما بنقول برضو فيه لوايح اللي غلط واللي طلع اتكلم واللي طلع عمل اللايحة بتقول ايه احنا مش نده حد خط زعلت من جواك من الكلام يعني انا دفع اربعة ونص طبعا طبعا والوقفة جنب الحكام انته النهاردة ما يكون فيه حتى اخطاء او فيه بلاشة سيدي صوت عالي فيه تزمر اعتقد ان انا وقفت عملت كده يعني فانيوي يعني متوقع برضو كل الحاجات دي لكن في النهاية لا يصح الا صحيح واللي عمل حاجة غلط هيتحاسب عليها وانا برضو مش شغال غير الصح ومش هعمل غير الصح ولا بيفرق معايا فلان طلع اتكلم وفلان طلع عمل لا 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 بقيت هل حضركم ممكن في يوم الايام كان فيه بعض الابتراحات يعني بقالنا سنين لندور في فلك التحكيم في ثلاث اسامي ده يتولى ده يرحل ده يجي استلم منه ده تولى ده يرحل ده يجي استلم منه هل ممكن يبقى فيه تصور ان يدير لجنة الحكام حد مش حكم حد من برا الصندوق حد صاحب فكري مختلف تجن اه وانا طبعا انا لو لو الوقت امهالني اه واي نوت كلمة مدير كلمة مدير دي مدير دي كلمة شاملة جدا او كلمة يعني انت جايب انت عايز ايه كل اللي عايزين ايه عايزين قدرات ادارية انا مش عايز حد يحكم انا مش عايز اه فيه جزء فنيات قد يكون ان هو مطلوب فيه تنفيذيين موجودين في اللجنة انا بفكر في الكلام ده كواس جدا 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 اصلا انا قبت عند تصريح قاله كابتون يصنع فتاح معي على الهوى يعني من كم يوم وقال لي التحكيم بيعاني من فيروس يعني مجموعة من الحكام موجودين يعتبروا فيروس هما دول اللي موازين المنظومة ولازم حد ييجي يشيلهم فقالت له يعني يا حضرات كنت موجود كبت ان جمال موجود وانتوا عارفين يعني لون صفارة الحكم ايه زي ما بيقول يعني حفظين الدهليز فواضح برضو ان عارف حضراتك ما بيجيب حد من اهل البيت بيبقى صعب عليه ياخد القرار او صعب عليه ياخد قرارات جزرية او صعب ان هو يعني يعد المنظومة بالكامل فقالتفح هل ده محتاج حد ييجي من الخارج يحط قواعد صارمة للمنظومة صدقني انا لو كان الوقتي ومهلني انا كنت فكرت في كده كويس جدا وانا يعني مش عايز اقولك من الحاجات اللي انا فكرت فيها جدا 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 طب احنا ليه فلان ميشي فلان جيه فلان كذا 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 هم هم تلات انفار بنا عايز مدير يعني كلمة مدير دي كلمة كبيرة قوي قوي وشاملة ما هو مدير المستشفى مش دكتور يعني كل مدير مستشفى مش لازم ان يكون دكتور فانا عايز مدير يدير هذا المكان لو كان قدامي الوقت كان ممكن جدا ان انا افكر في هذا الكلام بعض الناس اكلموا على يعني بعض التعينات والمجملات وحضراتك لبداية الحلقة قلت لي لازم الرقم اللي انا ادفعه يكون الوظيفة تقابلها طبعا حاجة ااخدها بيه طبعا عايز اعرف الحراك وجدت ان في بعض الارقام كانت كبيرة لناس ما كانش ليها دور هعرف بس بعد الفاصل طبعا فاصل ونرجع تاني مع الاسودة عمر الجميع يعني دايما تحت بند المستشار احيانا ممكن تبقى في مهام او وظائف بأرقام كبيرة جدا دي جميع المؤسسات سمعنا برضو عن بعض الوظائف تحت الكرة كانت مثلا بأرقام كبيرة اللي برضو تحت بند الاشعاعات ولا دي كانت موجودة مبلغات كتيرة جدا 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 طبعا عايز اقولك حاجة بند المرتبات لم يغفز بل بالعكس حصل فيه تخفيض في العدد الاجمالي فيه حاجات معينة انا عايزها بمواصفات معينة تمنها كده وزي ما قلت لك من البداية خالص التوصيف الوظيفي والجوب ويد بتاع كل شغلانة يسوى قد ايه هو ده اللي بنعتمد عليه يعني الموظفين نزل ولا الرقم بتاع الموظفين لا طبعا لا 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 بالعكس المرتبات الموظفين زادت انا بتكلم رقم اجمالي الاجور والمرتبات ككل قل او معناك ان حركة استغنيت عن الناس لا لا ما استغنيتش ولا حاجة فيه ناس ما فيه مستشارين وكان فيه حاجات على جنبه وفيه الكلام ده ما كلام ده وقف طب هل حضرات اللي برضو نسمعه ما يخص لجنة الاعلامية او اعلام موازي او تعيين عدد من الصحفين هل ده برضو موجود ولا دي برضو اشعار موجودة فندم موجود كل حاجة ولسه حيتم اعتماده طب هل حركة بتاعينه ده اه طبعا وده مش تعيين ده ده زي بتبقى مكافأة لمدة محددة بيقوم بمشا المعددة انا معاك عشان الامور تبقى واضحة اه 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 يعني انا ان معي بقى فيه عدد من الصحفين موجودين صحفين شخصيات محترمة جدا دايما بيبقى الناس هجوم في الحتة دي ولكن الحقيقة انا برفضها تشوف الناس ديها دور كبير جدا لان مليون المية تخطية الاعلام من طرف اتحاد الكورة مليون المية مليون المية انا موافقك مليون المية وفيه جزء كمان انا عايز اقولك حاجة انا بافخر بحاجة يا جماعة رئيس لجنة المسابقات عنده 27 سنة حاجة تشرح الى قلب الحزين حاجة حسام ممتاز حقيقة ممتاز حاجة حسام يا رب عقبال ما اشوف ولادي يعني يعني حاجة اه السنة كنت متخل حركة ترد عليك موضوع يعني الاعلام وستقل هتقول لي لا ما عيناش وما فيش وده اشعاك ليه 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 لسه حاة ما انا قلتلك لسه حاة بس لا والكيس في ايه في ايه بالعكس هو حد يرى ينفع يشتغل من غير الاعلام حاجة ضرورية وعلى فكرة دي مش حاجة جديدة هنا انا برضو ساعات ببص طب اللي كان موجود قبل كده كان ايه لا الموجود كان عدد اكبر من كده كمان هل ممكن تحضرات تغير السيستم التعامل مع الاعلام شوية يعني نقف في مرة من او في موقف نقول يعني ما حصل كلامنا بنقول ها دي اشعا ولا ها دي اشعا ولا هل ممكن نوصل في يوم ان حضرتك عايز المعلومة موجودة على موافع الاتحالة؟ لما لو الدنيا هديت بس انا عايز اقولك حاجة انا من اول يوم جيت فيه انا اتكلمت وقلت الادي يا جماعة لا ينكر دور الاعلام الا جاحت كل اللي انا بقوله اللي مطلوب لو سمحته ما تأخذوناش وما تزعلوش مننا ان احنا لنا تواجد لان انا قررت كده من اول يوم ان انا لو تواجدت كل يوم اسف كل يوم مش هشتغل مش هشتغل ومش عايز اقولك تركة تقيلة اوي 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 وبعدين هفتح مجل القيل والقال ولأ ده كان قصده كذا لأ ده مش قصده كذا لأ انا في واحد مرة جاية هنا من اعضاء الجامعة المهمية بيقول لي فلان لما قال كذا انت مردتش عليه قلتوه طب حضرتك بتحسدني على انا كمان ما قلتوش لأ فعرفت كواس اوي اوي ان السكة دي هتدخلني فيه وترد وتعمل واحد دعوات وصدقني احنا خمس طنفار في مرحلة اكتر مرحلة عصيبة للكورة المصرية اعتقد ان احنا جينا فيها ملفات شائكة جدا حاجات كتيرة جدا 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 عايزة تتعامل فانا لو كنت تفرقت لهذا الكلام مكنش حنجز حاجة مكنش حشتغل في حاجة فبعتذر لاي حاجة ولعدم تواجدنا اعلاميا ويه ويه بس يسعدقوني والله يا جماعة الكلام ده بس عشان نشتغل وبعدين قلنا اي حاجة هتطلع مننا انا مش مسؤول عن فلان بيكتهد وفلان قال ايه وفلان لان طبعا طول النهار والله مره احد رؤساء الاندية الكبرى طلبني في التليفون قال انت قلت كذا انا ما فتحتش بوق ايه قلت كذا دي يا هتلاقييني طلقت قلتها يا هتلاقيها موجودة على الموقع الرسمي الكلام ده ما حصلش فيه بقى ناس بتشتغل على السوشيال ميديا ولأ اصلي فلان قال كذا ونجد بالكتبة ونصدقها ونبتدي نهاجم عليها وما بيهزش حضراتك في الرد حد مثلا يجي حد مثلا يتقولي انا انفرجت باللايحة لايحة تسربت من الاتحاد دي اللايحة الاصلية ما يشغلكش بصة سيف انا صح صدقني والله يعني الحمد لله يا رب ومش هعمل غير الصح فاهلن وسهلن اجتهاد اكتر من ممتاز وبرافو بس يعني دي حاجة موجودة من اكتر من 7-8 شهر موجودة موجودة على موقع الفيفا لو بصيت هتلاقي هو هو تقريبا نفس الكلام وده درفت مبدئي جدا جدا اول ما ابتدينا نطبع احنا ونبتدي نشتغل لسه بنحط هيكل اساسي لله كله هل في مشاركة يعني ما حضراتكم من ساد وزير الشباب والرياضة بوضع اللايحة بالموانسانة بريدة نفيش لا ساد وزير الشباب لا 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 يعني اكيد حيبص عليها طبعا معالي وزير الرياضة بعد كده بس ده عمل موكل الى اللجنة الخماسية بتكليف من الفيفا احنا بنخلصها لازم ان انت طبعا في اي وقت من الاوقات ان انت تقوم بلاي مع القوانين بتاعت البلد فطبعا ده هيحصل هاني اخويا وصحبي اكتر من اخ ويوم ما هحتاج اي حاجة هكلمه هو لو سمع حاجة يمين قد يرفع السماعة عليها ويكليني بس الكلام ده ما حصلش هل ده هيخدني سؤال تاني موجود الاستواذ عمر الجنيني هنا هل ده كان دور وزير الشباب والرياضة الدولة المصرية الاتحاد الدولي المهن سان يا بريده ولا كل دور مع بعض مش عارف مين اللي عمل فيها كده يعني المفروض ان هي بتبقى كله مع بعضه ولا بتبقى جهة واحدة بس يعني ممكن كله مع بعضه معرفش الله معنديش فكرة ممكن كله مع بعضه الدولة المصرية والفيفا قول كده الدولة المصرية والفيفا هل طبيعة عمر الجنيني كان ممكن يجي عضو ولا كان من الصعب بص انا جيت اخدم لو هخدم بقدرات الادارية وبخبرات المتراكمة دي اعتقد كانشين بحتيجي الرئيس يعني نروح للملفين وقفتنا عندهم في الكرة المصرية هو مشهد احزن الناس كتيرا اول مشهد ماتش السوبر واحداث ما بعد المباراة اخر اه اخر خمس دقائق شفتها حضراك ازاي مع ان كانت الحفلة الماشية فيش اروح من كده يعني انا كنت الحياة في الملعب يعني كنت شغال السوديو الملعب فيش اروح من كده وانا 99% من الخناء انا ما شفتهاش انا كنت نازل انا والوزير سلطان الجابر ورئيس الاتحاد وامين عام مجلس ابو ظاوي غياضي كنا نازلين من المقصورة علشان انا من التسليم بقى المهم حضراك ان التسليم تاني يعني في التسليم الماشية تتغير 180 درجة يعني صور تانية بقى شهد اولا بيبوس حسام عشور ده فتحي بيبوس مش عارف مية يعني ايه قصدي ان مش هتتحول 180 درجة مختلف تماما يعني لو واحد بيعمل الشريط وشال العشر ده دول محدش هيحس الحاجة بص انا زائلت اوي 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 بجد فعلا لان هذا الفايل اتعمل فيه مجهود كبير جدا 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 والحمد لله برضو يعني لو هنحكم على التجربة كلها بعد نهايتها هنلاها بنجاح اكتر من 90% من كل حاجة فنيا وماليا للاتحاد وتنظيميا وتنظيميا ومنظر انا الحقيقة تفرحت جدا هناك كما شفت موظفين اتحاد موجودين اساطير الكرة المصرية كلها نجوم الكرة المصرية حسن لهم واستقبالهم رائع والمباراة الخباسية قبل المباراة وبص بص كمان بص الشعب الاماراتي الجميل وبص الناس والناس وادبهم حاجة رائعة ايه ده ايه ده انا ببقيتش مصدق والله من الجمال ومن الادب ومن الاحترام ومن الترحاب طبعا زهلت طبعا زهلت 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 يعني ليه وإيه لازمة الكلام ده ليه حاجة ملهاش ايه لازمة ايه اللي خلت تحضن وليد سليمان ممكن تكون لفتة انسانية جميلة ولكن تعرفت فيها الانتقاط سيبك من الانتقاط ولا يفرق مع الانتقاط وليد سليمان انا هحكيلك بالزبط اللي حصل انا نازل لقيت فضل بيقولي على فكرة ده وليد سليمان حصل فيه كذا 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 لا ازاي لا طبعا مايرضيش حد جي وليد فداخل بيقولي يرديك يرديك يا مستر العمر انا يحصل فيها كذا انا عارف ان اللي حضرتك ايه انا عارف ان اللي حضرتك ايه اه ده يرديك وطوله لا طبعا مايرضنيش اي حد غلط هيتحاسب انا لا حنيجي على فلان ولا لا يا ابن انتقيم حقك على راسي رحت مازل وراح بعدي حتى بوشكش خالد درندلي جاء جنبي فبيقولي هو في ايه قلت له لا ده وليد حصل كذا 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 واحمد مرتضى في ايه قلت له حصل كذا راه احمد مرتضى ماسك راسه هو كمان بيسهل الاختراء ايه على الحقيقة ايوه طبعا في ايه وكلمني في التليفون بعدها وليد واتكلمنا مع بعض في ايه يا جماعة واحنا في حرب احمد مرتضى بالحقيقة بتعمل مع مدلسة احمد مرتضى الاحترام يعني في جميع الموقف اللي كان موجود فيها كنت موجود جليل ومحترم ومؤدب طبعا 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 وكلهم الحقيقة يعني فطبعا الموقف كان موسيقى وبعدين بعد اللي الناس ده عملته احنا رايحين نبين الكلام ده هناك في الاحداث بقى اللي حصلت فيلي 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 علشان كده كمان كان لازم القرار يتاخد بسرعة جدا والقرار بيتاخد بسرعة احنا كل اللي عملنا خب بالك لجنة الانضباط كانت هناك انت بتقول كل باللجاك لجنة الانضباط ولجنة الاستقناف المستشار عادل كان هناك والمستشار سيد كان هناك فهم حتى الناس احنا بتدينا ان احنا قلنا ايه حاجة زي كده تعالوا يا جماعة ده فايل برضو مش بتاعنا مش بتاعنا اه الناس الكلمة دي مش قادرة الناس تستوعبها اه يعني الناس لسه مستوعبة للأسف اه يعني هتقول اللجنة دي ادي كذا هتقول اللجنة ننزلي كذا والله ما حصل والله كمان مرة ما حصل والله كمان مرة ما حصل اللي حصل ان فيه انا جايب يا جماعة قادي جليل هقوله طب والله العظيم في قرار من القرارات انا عرفت القرار ده اه اقولك مثلا او يعني قرارات اللجنة قبل ما نعلم بحوالي ساعة ساعة ونص وستقلتلهم من فضلكوا هاتوا بتاع انا التوقيت انا اللي هقول نعلم امتى في نفس اليوم يعني كان لغرض ما اما ببص على الحاجات فكلمته قلت له انا ريسود فقال لي بقولك عمري به انا لما حنزل اتحاسد تحت حضرتك مش هتنزل معايا انا ضمير الرادي قلت له لا 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 انا بعلق كده انا لا بقولك زود ولا بقولك نقص ولا بقولك حاجة خاص اتخذت زي ما هي ان استاذ اسامة اسمعيل فضل بالقرار خد اعلن دلوقتي بالشكل زعلت من شيكبالا؟ طبعا طبعا مع ان انا عارف العلاقة يعني عارف ان هو زي ابن حضرتك ومعاذب خاص زعلت من شيكبالا وزعلت من كهربا وزعلت من امام عشور وزعلت من كل الاحداث اللي حصل ليه 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 الكلام ده كله كنت تنتظر مسامدة من الاهب لذا مالك بعض القرارات؟ انا مش هعمل غير الصح لا ملاهاش علاقة انا عارف الحراكة عملت الصح بس كنت تنتظر ان هما يقيدوك؟ سيف سيف وفي احداث حصلت تانية وجمهور دخل على نادي على لعيبة تخنقوا وعملوا كل الكلام ده اللي حصل وناس بتبقى تحت ضغوط فبتاخد قرارات زي ما هتاخده وبتنزل بيانات تعال امتى النهاردة انا هقولك على حاجة لطيفة جدا الراجل اللي احنا جبناه لاعب ناشئ نادي الزمالك اللي عنده كانسر اللي بنحتفل بيه جابه محمد فضل واقف جنب المنصة وانا واقف وماسك ماداليا هنكرمه احنا من الناس اللي جبناهم نكرمهم مؤمن زكريا والناشئ بتاع الزمالك فالولد واقف بعيد مكسوف وخايف يجي فانا مسك الماداليا في ايد وكاس السوبر كده جنبي وبقول له حبيبي تعال تمام؟ ده مين بقى؟ انا؟ وسلطان الجابر؟ كل الناس كل المنصة وحتى الرجل في الازاعة الداخلية اعلن ان ناشئ نادي الزمالك تعال لا والله ما بتكلم على كده فانا بعمله كده قالك عامل الجنادي بيعمل كده وبيحتفل مع نادي الزمالك والسوشيال ميديا تشتغل ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه اللي احنا فيه ده واقف في الكوريدور تحت وانا خارج بعد ما خلص خلصنا ولعبت الزمالك خارج فجيه شكبالا واحمد السيد زيزو الحلو اتنين جايين مسلمين عليها حضنيني وبيسيني مبروك مبروك وروح تطالع واخد عربيتي ومشي عامل الجنيني يحتفل في الممر يحتفل يحتفل ايه؟ طب وعمر الجنيني في كاس السوبر لما راح سلم النادي الاهلي وكنت واقف كل واحد وبعدين خد بالك انت يعني في موقع المسئولية لو رايح هذا هتكشر لو رايح فرح هتتحك طب ما انا سلمت النادي الاهلي اعتقد ان كان منتهى الحرفية فماتش اهلي وزمالك ماتش السوبر وكله بالسلام وبالاحضان غير لما العيب جاي خسران مباراة او خسران منافسة هو جاي بيسلم عليك بيعمل كده هو هتقول له ابوس ايدك هتحض فهو يعني هي موقع المسئولية هو اللي بيفرض عليك كده بس انا سمعت من المقربين من حضراتك وحباك قلت يعني كنت انتظر من الاهلي وزمالك المسئولة في هذه الكارات لانها كارات تربوية في الاول طبعاً طبعاً ده انا فاكر ان انا يعني ايوه ايوه كده ايوه خلي كل حد يوقف عند حده وبعدين هقولك حاجة الكاميرات اللي ظهر في الكاميرات اه لا يمثل عشرة المية من الحقيقة انت فيه 16 كاميرا وفيه مندوبين من نادي من الناديين قالوا نحب نتفرج عليهم وبنالهم نتفرج على الحاجات دي وبنالهم اهلاً وسهلاً اتجاهزت لهم قاعة يشوفوا كل كاميرا الوحدة عاملة هيك الحاجات الهار وهم شافوا طب ليه معلنوش عن الحاجات دي يعني ليه معلنوش احنا رحنا وبصينا ممكن حاجة تسألهم اه فبص وبرده انا مش ببرر قرار انا خدته والله ما انا اللي خدته يا جماعة في لجان بتشتغل لجنة انضباط هي دي مسئوليتها يبقى ايه اصل حمر الجناني ايه زم الكاوي لا ده اصل حمر الجناني مش عايز يباين انه زم الكاوي ايه ده ايه ايه ده ايه ده ايه وبقولك مش هعمل غير الصح لو لو لف حضرتك الزمن تاني تماتش الاهل والزم الك اللي هو الزم الك يعني مراحش المباراة تأجله المباراة ولا على وضعه لا طبعا على وضعه طبعا احنا يا فندم من اول يوم قلنا مش هيجبرنا غير ظروف قهرية مش هيجبرنا غير احتياطات امنية او قرار امني انا عايزك مش احتياطات امنية او دواعي امنية دواعي امنية دواعي امنية دي كنت بتمشي قرارات امنية او اتحاد افريقي لو حضرتك تبص على المنشاط اللي تم تأجيلها ولا تمت بهذا الكلام مطش الاهلي والزم الك الاولاني اللي تقالك مفيش قرار امني قرار امني 100% ومعانا الجوابات ونشرناها برضو اتهام بدون اي داعي وبعين بعدها حتى لما الناس بيتباين الحقيقة محنش يقولك لا اصلا انا كنت فاكر لا 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 خلاص مش خادش شايب عارف اللي خادش شايب واحد خادش شايب يتحسب عليه وخلاص وبتاين على كده فده الاولاني المطش التاني احنا محددين المعدة من امتى سيف من زمان وانت مرة سألتني في تأجيل لمطش الاهلي والزمان قلتلك انا معايا جواب امني قولا واحدا خلاص اجل ليه المشهد زعلك بغض النظر عن عمر الجناني رئيس تحادي انا كتبتها رسمي انا كتبتها رسمي وقلت اعتذرت للناسك لا نأسف لهذا المنظر بعض الاشعاعات او الناس عادتك بتقول ان فيه خلافات ما بين حضرتك وفضل واحمد عبدالله او مش طيقهم انا انا عارف العراقية بس لازم اسأل لا طبعا اخواتي وحبيبي مش عايز اقولك الالاقه بيننا عملة فيе وابن ناس ومتربي وأمين كلمة أمين دي مهمة قوي قوي أمين لا لا جميل أحمد عبد الله أخويا وعشرة سنين طويلة قوي 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 وهادي وبيقر يعني ما يغرقش فالدكتورة صحر مفيش أروع من كده واخد ملفات عملة لبوت كبير جدا طبعا 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 دكتور جمال شخصية محترمة جدا 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 فنيا وإداريا وفي ملفات هو ساعد بيعملها محدش يقدر يعملها غيره هو يعني بص والله بجد مهما اتكلمت مش حديهم إلا جزء صغير جدا جدا من حقهم أنا بتشرف بالوجود في هذه المجموعة وبشكرهم على استحمالهم لكل حاجة وانا اللي بستحمل أكتر حاجة لا والله ناس جميلة وربنا يكرمهم يا رب بقى هرشو قال بملف بقى المنتخب الأولمبي وكابتن شاوي غريب كان فيه حديث معاه قال لي أن بعد الفوز البطول الأطرافية أن الجهاز تعمله عقود والجهاز ما كانش لي عقود؟ لا ما كانش لي وفعلا حضراتكم عملتونهم عقود؟ اه تعمل عقود وزي أي عقد موجود حد في اتحاد الكورة إحنا بنربطه بإنجاز يعني إحنا النهاردة يوم ما قولنا كابتن حسام البدري في عندنا حاجتين بطولة كاس الأمم وتصفيات كاس العالم هنا طيب الأولمبيات يا رب نشوف بس الدنيا حيحصل فيها إيه؟ هل حرك حصل ترضية للأرقام بعد الفوز البطولة الأفريقية ولا استمرت الأرقام كبه هي؟ لإيه؟ للجهاز تم عادة النظر عمل النجاحات كبيرة الحقيقة يستحقوا؟ أكتر من كده يستحقوا أكتر من كده مليون ألف مرة يعني بص والله بتشرف بالوجود الكابتن حسام أو الكابتن شوقي وأجهزتهم ناس أكتر من رائعة ويمكن أنا كمان في الفترة بتاعة المنتخب الأولمبي والبطولة والنجاحات اللي شفناها والتعب اللي شفناها في التنظيم اللي كل اللي الحمد لله في الآخر إن إحنا خدنا البطولة ودخلنا كاس دخلنا الأولمبياد كنت قريب منهم قوي كنت بروح أكل معهم كل يوم كبدة بعد الظهر وبتاع فلا ناس جميلة ناس وطنية ناس عرفتها يعني حقولك حاجة رمضان صبحي ده أنا أول مرة أحتكي بيه الاحتكاج ده حاجة تشرح وآمل مصر في الفترة اللي جاية إذا كان هو ولا مصطفى رمضان ككابتن فريق إيه الروعة والجمال دي إيه الرجولة دي لا 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 رائع رائع أنا بقولك يعني ما إبني يعني اختلفت أنا وفي تشكيل حاجة تاني برضو لتشكيل الجهاز الأول اختلفت مع حسام الحضري على الهواء قال لي أنا كنت مرشح الناجف مع المنتخب فأقولت له كان أنا كتوجة ناصر يعني كنت تحت ظلم يعني لو جيت في التوقيت ده المدرب في الرسم مع المنتخب ما عندش الخبرات الكافية اللي تقولك إذا تكون موجود يعني هل اسم عصام تردد؟ اسم عصام تردد؟ وفي حد في الدنيا يشكك في عصام الحضري كرمز من رموز الكرة المصرية أرقام محدش حققها في الدنيا كلها بس أعتقد برضو أنا بتطفق معاك تماما أن مدرب حراس مرمى منتخب مصر محتاج على يعني شوية برضو حاجات شوية تأهيل فني عشان نوصل لهذا الكلام وده مش عيب لا عصام لازم نشتغل ولازم نعمل وده مكانك ما جيتوش النهاردة هتجي بكرة أو هتجي بعده ومين في الدنيا هيبقى زيك يعني ده هيخدني برضو الاسم تاني اسم كبير في مجال التدريب كابتن حسام حسن كابتن حسن حسن من الطبيعي أنه كان يخش في منافسة الاختيار مع الكابتن حسام البدري وليس كابتن هاب جلال بحكم يعني السيدية بص يا سيف مش معنى أن حد جيب أحد أحسن من حد لما حد ييجي هنقول هو الأنسب للمرحلة الحالية الأنسب للمرحلة الحالية هذا لا يقلل بأي شكل من الأشكال حسام وإبراهيم أخواتي يعني أعتقد أن أنا حتى يعني وجودهم في تدريب نادي الزمالك في وقت من الأوقات أعتقد أن أنا كان لها دور كبير في هذا الكلام بالعكس وأنا من أكثر الناس اللي مؤمنين بيهم وبفنياتهم ومجاش المرة دي حييجي المرة اللي جاية إحنا كنا بنقول الأنسب وفي حد يشكك في الدنيا في كابتن حسن شحاتة لا طيب حسن شحاتة فإحنا النهاردة بنقول الأنسب للمرحلة الحالية وده مش عيب ده لا يسيق لا يسيق لأي حد بل بالعكس كل الناس لهم كافة التقدير والاحترام وفوق رأسنا كلهم تجربة ريمينس وتجربة الاستثمار مع الأندية قال هي تجربة عادلة أو مظالمة بعض الناس قالوا إن هي عملة رواب كبير جدا لكرة المصرية بعض الناس قالوا إن هي أدارة تذكرها المصرية وحاليا في أكتر من تجربة في الطريق حاسم عرضة حضرتك بعد الفاصل فاصل ونرجع تاني مع الأستاذ عمر الجنائي ونرجع تاني ونتكلم على تجربة الاستثمار وتجربة تيرمينس والأندية الجديدة اللي داخلها بتستثمر في هذه المسألة شايف حضراكم دي تجربة أو تجارب اللي ده تجارب نكحة أكتر من رائعة وأتمنى أن التجربة دي تتكرر لأكتر من حد يمكن أنا من فترة بسيطة أوي كان ليا حديث مع رئيس البورصة المصرية صديقي السيد محمد فريد بنتكلم إن إحنا النهاردة إزاي الأندية تقدر إنها تبقى مدرجة في البورصة ونبتدي نعمم التجربة دي ويبقى إن حد إن هو لو عايز إن هو تأكواير نادي يكون الدنيا أسهل من كده لو هي مسجلة في البورصة أعتقد يا رب الفترة اللي جاية إن شاء الله بقى اللي يكمل يعني إن حاجة زي كده إنها تتعمل ونلاقي فيه فريش فانس دخلة تاني فيه تتضخ فيه سوق الكرة المصرية أعتقد إن الكلام ده حيرفع من المستوى أكتر من ممتاز وتجربة أكتر من ممتازة أتمنى إنها تتكرر ربطة لندية المحترفة ليه تأخرتوا فيها ليه ما خبتوش برار بربطة لندية؟ وإن شاء الله يا رب فيه اللايحة الجديدة أعتقد إن إحنا إن شاء الله بإذن الله ربنا يسهل هنحط حاجة زي كده لو قرار التمديد لمدة سنة اللجنة لكم السياة موجود وحضركم هتعودوا سنة كمان هل دام على ردارك من أولوياتك؟ الرابطة؟ الرابطة لازم تتعمل سمصت لو أنا عايز الاندستري دي أروح بها حتة تانية لازم الرابطة تتعمل هتبتك مع الشقوق فردي ولا جماعي؟ يعني مع الحقوق إنها تتجمع تاني وتتبع جماعي تاني وتبقى تحت بصوا والعالم كله رايح دلوقتي على جماعي إحنا حتى الحقوق بتاعتنا إحنا حتى بتاعت تصفيات كأس العالم اللي كانت موجودة اللي إحنا كنا بنباعها فردي رجعت جماعي رجعت جماعي تاني الفيفا رجعت قالت جماعي وكل واحد بياخد نسبته بحسب تمثيله النسبي بتتقسم بقى كاتجرز A و B و C يعني هدرك مع الجماعي؟ أعتقد كتب على مسافة واحدة من كابتل محمود خطيب والشامر طبعا نصور؟ طبعا لهم كافة التقدير والاحترام رئيس النادي الأهلي ورئيس نادي الزمالك اللي اتنين ده على مسافة واحدة بتحكمنا اللوايح غير الود بتحكمنا اللوايح الكرم ده ميزاع عنش حد خلص ومعلش لا حاجة شمال ولا حاجة يمين أنا بشتغل بال طول ما الجمهورين بيقيدوك أو بيعترضوا عليك بتبقى مرد آه بص زي ما قلتلك أنا جاي أخد قرارات في أي قرار حيعجب ناس ومش حيعجب ناس الناس ما اتفقتش على حاجة بعت الناس من الكواليس قالت ان انت يعني اما حدرك قعدت في أول جلسة كنت رافض استشارة ناس من السابقين أو عدد من السابقين وكل احترام ديهم طبعا ولكن حدرك قلت كل شيخه ليه طريقة وأنا ليه مدرسة معانا عايزة نفذها فمن الصعب ان انا اخد رأي اللي قابلي أصل هو المشكلة ان هي الناس برضو افترضت ان رأي اللي قابلي ده تعرض أو كان موجود وفلان بيقول كذا وانا قلت لا أكلم ده ما حصلش يعني هو سيب بالي يتكلم يتكلم لأ انا قضي الاستعانة يعني قضي حضرك حتى قلت لا انا صاحب مدرسة آه أكيد أكيد طبعا انا جاي قد على فكرة مختلف عن اللي قابلي وقد أكون مختلف عن اللي حييجي بعدي بس انت نفسك وانت بتتكلم معايا انت قلتلي لأول مرة في اتحاد الكورة حنشوف ان هي الدنيا لايحب تحكم والناس ما كانتش وغدة على كده والناس كانت وغدة اننا اه والناس كانت وغدة اننا أصول لحضرك حاجة طبيعة الناس دايما لو وجد استثناء يعني لو أجلت لا ماتش للأهلي أعرف ان الدوري باص ليه الزمالك حيطل بأجل حيطلع عندي متاع تقول لها لتنين طلب حتى لو مش في احتياج ليه يعني حتى لو الأهلي أو الزمالك سين منهم مش في احتياج للماتش هيوقف وقول لها حراك ما انت أجلت هنا أأجلي هنا فاللي تحت هيقول لها حراك ما انت عايز أجل فالفتلة بتكرر فالدوري برودة مليون المية مليون المية وبعدين يا سيف الكلام ده ما يزعلش يا جماعة والله العظيم أنا عمري في حياتي ما كان عندي مشكلة مع مخلوق ما عنديش مشكلة مش عايز حاجة من حد ومش عايز حاجة من هنا يعني ما عنديش لطموح لا 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 أنا مش عايز حاجة هو أنا طب حاجة أنا مش عايز حاجة وما عنديش طموح في هذا الكلام وهجامل ومش هعمل لا أنا هعمل الصح اللي باقي بقى للواحد من عمره يقعد يحترم نفسه الحمد لله أنا جيت نفست الصح أنا جيت عملت كذا لما اتحطيت في الموقف الفلاني أنا اتصرفت كذا هو ده اللي الواحد بيسيبه لإسمه بيسيبه لولاده بيسيبه لأحفاده وهو ده اللي أنا بشتغل عليه هل حضرك ما عدت على الكرسي حسيت إن الكرسي ده أحيانا يحتاج رجل اقتصاد أحيانا يحتاج رجل أعمال ولا من الطبيعي إنه يحتاج لعب كرة عصلا مدارس اختلفت في الحتة دي لو لعب الكرة مدير أهلا وسهلا بيه بس مش شرط يجمع الاستفاتيق لا 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 ولا رجل أعمال لازم ولا رجل مال لازم ولا رجل اقتصاد لازم ولا رجل كرة قدم لازم لا 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 كلمة مدير هي الأعم والأشمل هل أنت كيبب أن أنت تدير هذا المكان ولا لا هل أنت لما بتتحطي تحت براشر هتتصرف غلط ولا هتتصرف صح هل النهاردة أنت جاي ببرينسبلز معينة هتنفذها ولا هتخضع للضغوط ولا هتعمل كذا فأنت شخصية المدير لو لعب الكرة زي ما حدتك بتقول بتتوفر في هذه الشخصيات يبقى طبعا أهلا وسهلا بيه لو رجل الأعمال هتتوفر فيه هذا الكلام أهلا وسهلا بيه مدير أرجع تاني كلمة الإدارة مدير ولكن حضر لك قلت أن الكرة أصبحت صناعة طبعا بحتاج الإدارة أن أنت تروح لها بفكرة مختلفة طبعا يعني في حالز دلوقتي بنتكلم على بورصة بنتكلم على فن لو أنت مدير صح و أنت مدير فير و أنت عندك بقول لك البرينسبلز اللي أنت بتشتغل عليها و أنت مش اقتصادي و أنت مش اقتصادي هتستعين بحد اقتصادي هتقول له تعالى نعمل هذا الملف يعني أنا ما بقصرهاش على رجل أعمال ولا حقصرها على لعيب كرة ما هو حتى أندية الأهل والزمالك ولا هنا ليه دعوة بالاقتصاد ولا هنا ليه دعوة بالاقتصاد بس أعتقد لإدارة ملف كبير و تقيل زي ده أنت لازم تستعين بحد أنه هو تمنج كل الحاجات دي قد يكون الرجل ده نفسه ما هو برضو هنا فيه محامي هنا فيه فني هنا المحامي ده أكيد في الحتة القانونية هو بطل العالم بس هو مش رئيس النادي عشان هو محامي لا هو هنا علشان هو مدير وهنا هو مش رئيس النادي عشان هو لعيب كرة لا هو هنا علشان هو مدير أعتقد أن النجاح هي كلمة الإدارة مدير هل حدك تشوع الهدف قريبا ممكن نشوفه إن شاء الله إن شاء الله إحنا المرحلة الأولى تقريبا يعني almost done بأسرع ما يمكن إن شاء الله حتكون بس ربنا ينجينا من الظروف اللي إحنا فيها إن شاء الله هل الدوري ممكن يكتمل لهذا العام أتمنى وأتعشم وده أملي هل حضرك حطيني كذا تصور يعني دايما يقولوا حتى في الأزمات لازم تحط كذا تصور وتستنى الظروف الظروف غمضة بالنسبة للعالم كله مش بالنسبة لنحنا بس هل في كذا تصور أنا حطت كل المعطيات قدامي وحطت كل الارتباطات السنة اللي جاية وحطت الارتباطات السنة دي اللي موجودة إن أنا تخليني أخلص الموسم قد إيه واخد بالك كمان إنت لازم كمان علشان إن شاء الله لما تبتدي إن إنت تفتح أعتقد إن لازم حيكون فيه وقت فترة إعداد أسبوعين ثلاثة مش أهل الممكن مني ما أنا بقول ثلاث أسابيع شهر يعني قول أسبوعين من أسبوعين لشهر كل المعطيات دي في ظروف صعبة جدا 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 فوق ما إي حد يتصور إنت مرتبط بماركت عالمي برد الدنيا برضو بتشتغل إزاي إنت مرتبط بدولة الدنيا شغال إزاي بس حرك متمسج بتكملته يعني لو الدنيا فتحتك أتمنى وأتعشم لكن أنا في النهاية أنا بشتغل في دولة يعني هشتغل إزاي مثلا ولو كان فيه إيقاف نشاط لا لا مفهوم طبعا أنا أعزي إن النية عند حضراتك لآخر ثانية هو استكماله وبعد كده ننتظر ظروف الدولة ما لننية إن أنا هنا أشتغل فول كاباستي في تحاد الكورة 100% والمية إن أنا أكون في البنك بتاعي باقي 100% المية موجودين بس أنا إمت فهنا من الديدولاين اللي ممكن حضرك تحس إنه هنالوقت ناخد قرار خلينا نمشي بها واحدة واحدة مش مش قادر أقولك الصورة زي ما بقولوا ضبابية يعني مش ضبابية وحشة مش كليل حاجة فعلا واضحة حتى البلان بتاع السنة الجاية ما يخص كاس الأمم ما يخص المتشاط المباريات بص الكاف طلع قال إيه على البطولات طب بطولة أفريقيا اللي شغالة بطولة الأبطال اللي فيها الأهلي والزمالك طب الكونفدرالية طب تصفيات كاس الأمم المتشاط اللي كانت هتتلعب طب هتخش بعد كده على تصفيات كاس العالم طب الأولمبيات اللي راحت السنة اللي بعدها طب بص صورة ظروف استثنائية أنا هقولك حاجة مش بس في الرياضة أنا في كل حاجة في الدنيا حتى في مجال البزنس في مجال الشغل أول مرة نشوف حاجة كده انت بتكلم مش كارثة محلية لأن انت بتكلم كارثة عالمية كارثة عالمية فإنت لو انت ابتديت تقديل نفسك طب هتفتح الدنيا ولا هتقفل الدنيا طب الدنيا برا عاملة ازاي وأنا بقولك من هنا حقيقي أنا فخور بأداء بلدي أداء بلدي في هذه الكارثة حاجة أكتر من رائعة والله العظيم يعني احنا برضو يعني جيلنا شاف أو جيل أنا يعني مش جيلة كنت شاف حاجات كتيرة غير طبعية يعني حروب وزلازل وصورات ويلي 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 أحسن إدارة لكارثة موجودة هي إدارة الفترة الحالية ربنا يعينهم يا رب ونخرج من الأزمة دي على خير كلنا يا رب يا رب إن شاء الله برضو بعد الملفات السريعة نعدي عليه بقى هل حصل خلافنا بين حضراتك ولكابت سمير أسلوان في لجنة التحكيم ولا علاقة طيبة برضو؟ خالص خالص سمير زميل وأخ أصغر لي وراجل بنكر برضو زي بيشتغل في بنك وبنك زميل ما فيش أي حاجة خالص خالص أنا ما هي بس الناس برضو بتأول كتير طالما ما جبتش حدي بقى ده عدوي بقى ده يطلع يشتفى لا 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 وأنا معتقدش أسف من يوم ما جيت حتى رضيت على مخلوبة ما صالش لا عايز يقول يقول أي حاجة أنا ما برضش أنا شغال في سكتي كتر خير اللي بيقول كلمة كويسة وكتر خير برضو اللي بيقول كلمة مش كويسة ومتوقع يعني ربنا أديك الصحة بنا خليه بعد ست سبع سنين دلوقتي وجدت الفرصة قدام حضرتك لعمل عام يعني قلت أنا نويت إن أنا أستغل خبراتي في عمل عام في مجال الرياضة تعود لاتحاد الكرة من جديد ولا تروح كرسي تاني أو مكان تاني طيب مش مانا سيت سبع سنين يعني يعني قصلي إن حركة دورة دي مش هكون موجود أوكي فبعد أربع سنين يعني خمس سنين بس بص أنا مش عارف يعني اللجنة هتنتهي إمتى ودورة أربع سنين حركة مش موجود فبتكلم بعد كده مش عارف حتصدقني ولا مش حتصدقني أنا ودن كل الكارير بتاعي الأجزاء الكبيرة جدا اللي فيه منه عمل عام والله يا سيف لعمري جريت ولا حاجة ولا حاجة ولا عمري روحت قلت والنبي خدوني في الحتة الفلانية كل يعني حتى تواجدي في نادي الزمالك عمري منزلت انتخابات في كذا تلات أربع مجال سورة بعض لا بنزل انتخابات ولا 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 لو العمل العام لو الناس أنا شايف أن ده عمل عام تبرع أنت اتجبت تقلك تعالى يبقى دي مهمة لازم أن أنت تقبلها بس كون أن أنا أروح أجري ورا حاجة لا لا أنا عندي ما يقضيني يكفيني شغل ويكفيني وقت ويعني يا نهراك لا أنت أخد انتخابات يوم ما تعوزوا مني أي حاجة أنا تحت أمركم عشان ما تحطش برضو في وضع آه لا الانتخابات لا الحمد لله أنا ماشي كده هو لا أعيز حاجة من ده ولا أعيز حاجة من ده مش عايز حاجة من حد الحمد لله حمد لله برضو من النجاحاتكم هو توحيد كورة الدوري المصري وده شيء الحقيقة رائع في كورة اللي قدامنا مالحقناش يا عيني إن شاء الله بإذن لنا نرجع وإن شاء الله نلحق إن شاء الله كله يبقى كويس هل فإن تم التعاقد أنا كنت كلامتي محفظي في الموضوع ده فقال إن إحنا كنعملين طلبية كبيرة حنوزع على الأندية حصل حصل ده طبعا ظروف قفل الحاجات دي كلها دي اللي دي العينة اللي موجودة عليها اللوجو بتاع الدوري المصري عليها اللوجو بتاع الراعي حتتوزع على كل الأندية إن إحنا حنلعب بيها إن شاء الله أعتقد ده ملف برضو أكتر من رائع كورة المحاولة حاجة مهمة جدا الحياة جدا هل كل نادي حياخد عدد معين من الكور طبعا طبعا وغير مسموح إن إحنا نلعب بكورة تانية غير دي وغير مسموح برضو حيخدني الملف ده لجوزعي تاني ناس شركة بتتكلم على الستورز يعني الأماكن اللي بتبع فيها زي نادي الأهلي وزمارك حاجات المنتخب مشات المنتخب مجات المنتخب وكل شركة بتتعاقد مع أحد الكورة الحقيقة كان فيه معاناة في القصة دي يعني لو أنا عايزة جيبت شركة المنتخب النهاردة حاجبها منين هل الملف الجزء التسويقي ده حضركم بصيتوا عليه؟ بصينا عليه وفيه كان فيه أما قيوم ماضية من أهام المجلس السابق المفروض إنه تم تفايلها هيبقى ليه اتحاد الكورة ليه جزء كبير جدا جدا من الدخل إحنا مفروض فيه فانيلات جديدة سواء للمنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي حاجة تصميم أكتر من رائع نقاب أصحابك أحمد عبدالله وفضل وفضل لا هياخدوا رأيك كل طبعا هما اللي كانوا شايلين الفايل ده وحيبقى من ضمن مدخلات اتحاد الكورة اللي هو جزء من مبيعات التيشرتات والزي الرسمي اتحاد الكورة إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله برضو يعني جزئة تانية وهي جزئة مهمة هل حضراتك فكرتوا في إنشاء زي لجنة لدراسة تسويق الأندية أو زي تدي بتعمل بلان للأندية زي النهاردة الأندية ممكن تطور زي الأندية ممكن تتعامل مع لعبتها الحقوق لإن الاتحاد الكورة بيعاني مع الأندية مثلا في لجنة شؤون اللاعبين من تسجيل من فلوس من مصاريف من داخل من خارج هل ده ممكن يكون موجود في اتحاد الكورة طبعا من ضمن يعني بس صدقني الوقت يا سيف ما كانش يسمحلك تنفس كل الأحلام اللي في دماغك أنا يوم ما جيت برضو قلت أنا لو نفست 70-80% من اللي إحنا جايين عايزين نعمله إحنا هنروح في حتة تانية خالص وأعتقد إن كان أكبر تحدي منهم هو الفار الفار خد مننا كتير وقت ومجهود وشغل وفايلات زي الكورة الموحدة بص ما فيش يوم اللي قاعد بتشتغل فيه وزي ما بقولك مش أنا الوحدي أنا مجموعة كوماندوز رموا نفسهم في التهلكة ناس كتيرة جدا جوم قاعد على كرسي اللي حضراتك قاعد عليه ولم يوفقوا في ملف إعادة الجمهور ما هو السبب؟ هل السبب الجمهور؟ ولا السبب الإدارات؟ جزء كبير جدا من الجمهور جزء كبير جدا جدا من الجمهور جزء كبير جدا للظروف المحيطة إحنا النهاردة كان بعد كاس تحت 23 المفروض كان فيه بلان إن إحنا يرجع الجمهور يرجعين جرادي ولي لحد ما نوصل لأعلى ماتشاط مصر اللي كتحت تلاعب كتحت تلاعب المفروض الساعة القصوى للاتحاد فيه ظروف بتحصل لك طبعا ده أمل من أمالي اللي كانت موجودة وكنا بنشتغل عليه بس مش كل المعطاية في إيدك إنت نسيبنا حتى من الظروف الغير طبيعية اللي حصلت بس فيه أمن فيه ظروف فيه أخيرا فضل رأي حضرتك في الإعلام الرياضي الإعلام الرياضي هو جزء كبير جدا متحرك وتمتبع ما تخش الاتحاد طبعا بطلت التابعة بعد ما دخلت الاتحاد عشان علشان ما لا والله العظيم وحيات ربنا لا علشان بس حتى أنا جوايا ما بقاش إيه ده فلان قال عليك كذا والله الصبح وأنا نازل حتى رايح شغلي الصبح فالسواق بقى بيخدمني يعني بداية من يجي يقول لي إيه القناة أقول لي بقولك إيه هاتلي أغاني مش عايز أسمع فلان حيخش يقول كذا وبعدين للأسف انت بتتنرفز لما إيه ده فلان حصل كذا 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 وحيات ديني ما حصل يعني بتقول إيه الله 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 فيه حاجات كتير جدا طبعا بتبقى اكتهادات الناس بتعتبرها أنها معطيات وتبتدي تتصرف على أساسها وتبتدي يخلق لك أعداء وتبتدي ناس تطلع ترد عليك يا جماعة والله ما حصل برضو يعني نفس السؤال برضو عن الأعلام الرياضي هل الأعلام الرياضي كان ليه دور مثلا حضرك قلت أنا إيه اللي جابني هنا وما أنا كنت قاعد نستريع بص كل حاجة فيها الكويس وفيها الوحش الأعلام الرياضي لا يخف على أحد إن واحد جاي رئيس اتحاد الكورة من الوضع الطبيعي إن عارف إن الأعلام حيكون جزء كبير جدا 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 من الباكتج اللي موجودة دي في ناس ما بيقولوش غير الحقيقة وما بيقولش غير بدلائل وما بيقولش غير بأيوة دا حصل كذا كذا ما يكون متأكد منها حاجة وفي ناس بتاكتهد فلا حقول دا بطل اجتهاد وقد يكون الاجتهاد صح أو غلط العام إدى حضراتكم حقكم ولا شايف إن لأ قد نكون إحنا اللي أثرنا مع الأعلام إن إحنا في وقت من الأوقات إن إحنا ما كناش بنعرض كل حاجة بس يصدقني والله ما كانش عندنا حتى وقت إن إحنا نتكلم بس حقولك حاجة اللي قريب وشايف واللي حيخش يبحث أعتقد يعني حينصفنا على الأعل إنت أول واحد ينصفنا ربنا خليك لا دا حقوك وفنو من الزمان بنا خليك يا رب تطلب إيه بقى حضراتك من اللي جاي بعدك إنت حضراتك قلت اللي داخل وهيبص تطلب منه إيه؟ يكمل الكورة المصرية دي أجمل حاجة في الدنيا أعتقد ولا يروح ينين ولا يروح شمال ينفذ لوائح ما يعملش حساب حد خالص غير الصح وما ينفذ صغير الصح ما يجاملش أقول بالك الكلمة دي is the name of the game وعلى فكرة الرئيس وقف قالها مرة قالك المجاملة هي أول الفساد هاتجامل يبقى أنت فاسد أنا مش فاسد كلمة أخيرة حركت قولها الرئيس الأهلي والزمالك اللهم إيه؟ أقولهم إنتوا قد باية كورة المصرية يا رب بالتوفيق في أفريقيا وبالتوفيق في رفعة الكورة المصرية أنتو اللي اتنين على أديكو حاجة مهمة أوي أوي أو حاجة كبيرة أوي أوي أو مهمة ثقيلة جداً مصر كلها متقسمة أهلي وزمالك فاعتقد أن المجال الرياضي عليه كنتو اللي اتنين يريد التقارب التقارب حيوصل بالكورة المصرية لحتة تانية أحسن كتير قوي من اللي هي فيه كلمة أخيرة حركت قولها لموسات الدولة المصرية والسايد الرئيس ربنا يعينك وربنا يوفقك وللدولة ربنا يعينك أنا لسه حالاً بقول دلوقتي أحسن إدارة للأزمة اللي احنا موجودين فيها مشهد رائع الحقيقة مشهد أكتر من رائع وإدارة أكتر من محترفة وأكتر من ممتازة وتحية مصر فإن دم أشكرك بشكر حراك على الإصدافة وبشكر حضرك لللي عملته في فترة صعبة يعني برا الإعلام بقى أنا من أكتر رائع ممكن أشكرك أو منتقدك أنا أعدت في المكان عشر سنين أعرف صعوباته طيس بحييك أنك كنت سبب في دخول حاجات كتير جدا منظومة كراوية زي البار بشكر حضرك على الملفات أو على ظهور المجلس اللي معك أو اللجنة اللي معك وده شيء الحقيقة صعب يعني صعب حضرك أن يكون معك مجموعة بالكامل تظهر فضل النهاردة نجم في مجال الإدارة أحمد عبد الله دور محمد علي طبعاً يعني تاريخ كبير ودكتورة تصحر كل واحد في ملفه ودي أمور صعبة أنها تحدث يعني مش من السهل اللي يكون فيه تناهي ومش السهل أن حركة تقدم كوادر بشكل قوي ومع أن فضل يعني الموانسان يا بريده أقدمه في قصير أمم أحمد عبد الله ولكن كمله مع حضرتك بنفس درجة الظهور وده شيء الحياة يحسب لك والله يا سيف من غيرهم ما كانش حينفع نعمل حاجة خالص أنا بقولها لك هو منتقى الأمانة دول إخواتي وأهلي وحبيبي وربنا يا رب يكرمهم وأنا من عندك هنا أنا بشكرهم جداً 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 ويا رب نكمل المدة دي على خير ومفيش أروع من كده وأنا كسبت ناس مفيش أروع منها وربنا يكرمكم كلكو يا رب شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً خلصنا حلقتنا النهاردة حلقة خاصة جداً من داخل مبنى اتحاد الكرة المصري مع الأستوى عمر الجنيني رئيس اتحاد الكرة المصري في تصريح الحياة طويل وإجابات كثيرة جداً لازم قبل ما أختم أوجه له كل الشكر وكل التحية هو اللجنة الخماسية تولفه ظروف صعبة جداً ولكن حتى الآن حتى الآن أدوا بشكل أكتر من رائع مش قادر أقول العلامة الكاملة ولكن عاملين كل حاجة في الجيم الملف الحقيقة ماشي بشكل جيد جداً ودي شهادة الواحد قعد في مبدأ عشر سنين فأعتقد أن هي ليس فيها مجاملة ولا هما هيخشوا انتخابات ولا داخل انتخابات ولا فيها قصاً حاجة ولكن عشان أنا عارف بواطن الأمور وعارف الأمور يعني كانت بتواجه الصعوبات عاملة إزاي فأعتقد أن هما أجادوا بشكل جدير وبنتمنى كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله للقادر أشكركم شكراً جزيلاً وأشوفكم إن شاء الله على الأخير